شوف القرص ونحاول نكون موجودين نحاول دايما يكون معنا اخبار ومتابعات زي ما قلنا وان احنا نصحح المعلومات وان احنا نوسع المساحة اللي احنا بنشارك فيها في فجهات النظر او في الرأي بشكل اكبر على قد ما نقدر نحاول ان احنا نحافظ على وسائل التواصل اللي بيننا وبين بعد سواء التليفون او على صفحاتنا اللي بشكل عام بنحاول نكون متابعين. النهاردة كمان فقرتنا رئيسية في هذا الصباح عشان ما طولش عليك وهينورنا فيها ضفنا اللي بنعتز بوجوده وحضراتكم كمان بتكونوا منتظرينه. قال لأستاذ الدكتور هيني الناظر استشاري الامراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الاسبق. اللي هيرد كتير على تساؤلات من حضراتكم مخصوصا ان احنا عندنا في الفترة دي في الشتاء مجموعة كده من الامراض رب نحفظ الجميع. مجموعة من الامراض الجلدية اللي بتظهر على الاطفال على وجه الخصوص. وكمان يعني فيه فترات كده انتو عارفين بتنتشر فيها العدوى بقى انلاقي الحضانات المدارس. رب نسترها. عموما النهاردة هنجيب لحضراتكم كتير جدا من الموضوعات واي حد من حضراتكم عنده استفسار لدكتور هيني ممكن يبعط لنا الصورة بتاعت لانه بيبقى مهم جدا لو حد بيسأل على حاجة معينة ممكن تبعط لنا من دلوقتي الصورة على صفحة برنامجنا صفحة برنامج هذا الصباح على الفيسبوك واحنا كمان هنرد على حضراتكم فيه على طول في فقرتنا مع الدكتور هيني وكمان هنكون لايف على صفحة اكسترا نيوز وهنستقبل برضو أسئلة حضراتكم على السوشال ميديا على صفحاتنا على الفيسبوك ان شاء الله بإذن الله خير هبدأ بقى قبل ما أدخل في أخبارنا النهاردة انتو عارفين بصوا حابة أخبار ورق كتير كده هرد على موضوع مهم مبارح أنا كنت اتكلمت على مسألة دراسات الجدوى وليه سيادة الرئيس صرح وقال ان احنا لو هننفس 25 يعني لو التزمنا بدراسات الجدوى هننفس 25% بس من المشروعات قلتلكم منه بيبقى فيه أولويات وهدف المشروعات القومية اللي تعمل في مصر كان الهدف منه في المقام الأول هو انك تنقذ الإنسان المصري توفر له بيئة كويسة يعيش فيها في المقام الأول توفر له سكن آمن ونزيف توفر له مصادر طاقة لأن احنا تكون عندنا وضع متردي سيء جدا جدا عندنا القطاع دائم في طائرات الكهرباء عندنا الطرق ما يعلم بيها لربنا عندنا مش عايزة أكرر نفس الكلام عندنا خارجين من 2013 في وضع اقتصادي متردي نمو اقتصادي منخفض جدا كان ما يكملش 3.2 من 10 أعتقد أو كنا أقل من كده كمان احتياطي نقدي بالأرقام 11 وشوية مليار بنوصل الدولاتي بنو تخطى 45 مليار دولار احتياطي نقدي ودي أكبر رقم يعتبر في تاريخ الاحتياطي النقدي المصري الحمد لله رب العالمين عندنا ما عندناش أزمة نقص سلع ما عندناش أزمة نقص سكر ما عندناش أزمة نقص الزيت ما عندناش السلع التنمونية بشكل عام الرز مع قائرات الإصلاح الاقتصادي كان فيه مظلة حماية اجتماعية كان فيه تعديل فيه نصيب الفرد في بطاقة التمويل كان فيه تعديل فيه رفع المعاشات كان فيه معاش تكافل وكرمها وهكذا كتير جدا فحد مبارح سألني بيقول لي أسماء يعني هوحنا بنعمل المشروعات من غير دراسة جدوى يعني ماشيين كده يعني لأ طبعا يا جماعة لأ طبعا الكلام مش كده بلاش نمشي ورا الناس اللي هي بتتصيط كلمة أو وقفة تدور على العنوان وخلاص دراسات الجدوى بيكون فيها ثلاث حاجات أول حاجة انت هتعمل المشروع في مدة زمنية قد إيه يعني أي دراسة جدوى فيها حاجات أساسية أول حاجة المدة الزمنية اللي انت هتمشي أو هتعمل فيها المشروع بتاعك طيب لو جينا على سبيل المثال وليس الحصر محطات الكهرباء هل اتعملت تبقى لدراسات الجدوى المعتادة في مصر الإجابة لأ لأن بشهادة شركة سيمينز الألمانية نفسها أنه عشان يعملوا عدد المحطات دي كان ممكن يبقى قدامهم لسه خمس سنين ومن هم عملوه في وقت زمن قياسي ملوش يعني ما عملوهوش قبل كده الأسرع والأكبر في تاريخ شركة سيمينز الألمانية كلها بجللة أدراح فهل معنى كده أن مصر كانت مع دراسات الجدوى في تنفيذ محطات الكهرباء والطاقة الإجابة لا لا تمام دراسة الجدوى كمان بتقولك إيه غير المدة الزمنية احنا ما كانش عندها رفاهية الوقت عشان كده الالتزام بدراسات الجدوى فيما يتعلق بمعيار الوقت على وجه التحديد للرئيس كان بيلتزم به اللي يدراسات الجدوى بلا إذا ما الكتاب بيقول يعني اللي هو لما بتروح يقولك والله المدة الزمنية اللي تأسيس هذا المشروع كذا هل فيه أي مشروع سمعنا أنه سيادة الرئيس بيعلن عنه ومصر بتنفزه كان فيه التزام بالمدة الزمنية اللي دراسة الجدوى بتقول عليه بالعكس ده احنا كان مثلا يقولوا المشروع سنتين لا في سنة واحدة حفر قناة سويس سنة واحدة شركة محطات سيمينز المحطات الكهرباء اللي نفذتها شركة سيمينز خلاص انت عندك في خلال تلات سنين من 2015 من بداية بس دراسة المشروع وقت المؤتمر الاقتصادي اللي عقد في شرم الشيخ في مارس لان انت خلاص عندك افتتاح لمحطات الكهرباء العملاقة التلاتة العصمة الإدرياء الجديدة البرولوس وبنسويف يبقى اذا انت هنا عندك دراسات الجدوى يعني ما كانش موجودة امام هدي المشروعات تيجي تبص مثلا مشروعات الاسكان تلاقي ان اللي تنفذ مثلا في تلاتين سنة فاته من مشروعات الاسكان مصر نفذته في اربع سنين فقط لغير هل معنى كده ان احنا التزمنا بدراسات الجدوى اللي لها معايير محددة فيما يتعلق بالزمن اهو بضرب لكم مثال الوقت على وجه التحديد الاجابة لا كانوا بيقولوا ان مصر زمان كانت الخطة الموضوع ان مصر عشان تبتزي القضاء على فيروس سي او تعالج الناس من فيروس سي كانت الخطة بتقول ان احنا قدامنا لحد عشرين عشرين ده بدايته خالص فاول ما كان في هذا الكلام مع الاطباء وانا حضرت مع الشركات مرة مؤتمر فيما يتعلق بهذا الموضوع فكانوا بيقولوا عشرين عشرين بقى ان شاء الله لكن الخطوات اللي مصر مشت بيها بسرعة خلت منظمة صحة العالمية ومسؤول منظمة صحة العالمية ييجي ويقولك ان البلد دي عملته مفيش دولة سبقته ليها في العالم فمعنى كده ان احنا اوت اوف دا بوكس يعني ما ناش دعوة بفكرة دراسات الجدوة فيما يتعلق بالوقت طب دراسة الجدوة بيبقى فيها ايه تاني؟ بيبقى فيها تكلفة معيار تكلفة المشروع اللي انت هتعمله هل في مشروع من المشاريع اللي اتنفذت كان فيها التزام بمعايير دراسة الجدوة بالعكس احنا كنا دايما نسمع بيقول ايه يتكلف كام يعني الحمد لله ربنا اداني فرصة ان نحضر حاجات كتير من المشروعات وانا بحس اني كنت محظوظة كمصرية ان انا اخذ الخبر ده ودوري ان انا وصله لحضراتكم وان انا زي ما شفت اقوله يعني انا فكرة لما كان شركة سيمينز متواجدة في مصر دخلوا قاعدوا الاول كان وقتها مع وزير التجارة والصناعة طبعا وزير الكهرباء وما الى ذلك في ذاقة الوقت يعني سادة الوزراء كانوا يعني وقتها مش كلهم طبعا موجودين في الوزارة الحالية بعد ما قاعدوا مع الوزراء حطوا تكلفة للمشروع بدراسة جدوة على فكرة مش يعني ما كانوش بيحطوها بشكل عشوائي لما راحوا قاعدوا مع الرئيس خفض التكلفة فما مشيش مع مراسة يعني مع دراسة الجدوة اللي كانت معمولة عشان نخلص بس من الهاريك كتير فمعنى كده ان احنا عندنا هل انا التزمت في دراسة الجدوة بالوقت الاجابة لا هل بلتزم في بدراسات الجدوة فيما يتعلق بالتكلفة الموضوعة الاجابة برضو لا لان احنا ما كانش عندنا لا رفاهية الفلوس ولا رفاهية الوقت الاثنين ما كانوش موجودين عندنا من الاساس كنا ما عندناش فلوس ان احنا نرمي بقى وبسرعة ويلا وكده والكلام ده وفي نفس الوقت بنحاول نسابق الزمن لان احنا مش هنقدر نفضل واقفين محلك سر في كل الازمات الكبيرة اللي عندنا واللي احنا بنعاني منها طيب نيجي للجزء التالت اللي بيبقى موجود في دراسات الجدوة والمتعلق بالربح او هامش الربح وهنا ما ينفعش ان احنا كنا نشتغل بمادة التجار ان احنا بنقسس مشروعات عشان تكسبه بس لان انت كان لازم تعمل عدد كبير جدا من المشروعات تعملها الدولة ما تستهدفش بيها الربح في بداية تأسيسها على الاقل ولكن تستهدف بيها المواطن المصري العادي تستهدف من محطات الكهرباء اللي انت هتأسيسها وتصرف عليها مش قبل ما تستهدف المستثمر طبعا رائع جدا انك تكون بتستهدف المستثمر من من انشاء مشروعات كبيرة زي دي لكن كان في المقام الاول اني اوفر طاقة تكفي لاستهلاك المحلي جوا مصر يبقى اذا بداية المشروع ما كانش ليها علاقة خالص بمسألة البكسب او الخسارة لكن كانت ليها علاقة بمسألة بكام وقد ايه والوقت تجيبونا بقى دراس الجدوة تقول ان المشروع ده كان ممكن يخلص في خمس سنين وتكلفته مش عارفة مليار كام لا احنا في الكل كان لأ كان لازم ما نلتزمش بدراسات الجدوة التقليدية لا في التوقيت ولا في التكلفة ولا كمان فيما يتعلق بها مش الربح على وجه الاطلاق عشان كده هتلاقوا مثلا على سبيل المثال مشروعات الاسكان زي ما قلت مبارح مش كلها مشروعات الدولة عملتها وصرفت عليها عشان هدفها انها تحقق الربح عشان حد بيقولك و ايه لازمته كل شوية ليل ونهار الناس اللي عايزة تكسر في المقديف يقولك و ايه لازمته طب و ايه لازمته ان الدولة كانت تعلج الناس وتوفر العلاق بالمجان يا سلام بس كان ايه لازمته ان انت طول النهار تقولي ان الناس بتموت ومش لايه الدواء طب هو ايه لازمته انه رايز يعمل مبادرة مفيش قوام انتظار بس كان ايه لازمته طب ما هو مش دي تكلفة مش دي فلوس مش ده وقت مش ده احنا بنسابق الزمن عشان صحة الناس ولا كان ايه لازمته ان احنا نسيب الناس تموت طب كان ايه لازمته ان الدولة تعمل نص مليون وحدة اسكان اجتماعي طب ما كان ايه لازمته انه مصر عايشة في ازمة سكن طب هو ايه لازمته ان احنا نعمل قناة سويس الجديدة طب هو ايه لازمته ان احنا نعمر محور قناة سويس اصلا طب هو ايه كان ايه لازمته ان احنا نعمل مشروع الانفاء طب ما احنا كنا نسيب سينة بدون تعمير احنا عندنا اعمار سينة تنمية سينة عارفين يعني ايه عمار سينة وتنمية سينة عارفين يعني ايه سينة اللي من 73 بعد العبور والنصر وعودة طابة وعودة الاراضي المصرية بالكامل المناطق دي مش هفيتش تنمية كانت الناس علاقتها بسينة انها تروح شرم الشيخ او ننزل الغرداء بس تعتمد على السياحة او يعني القلق القليل اللي بيروحوا نويبع مرسع علم دهب وهكذا كان فيها حاجات تنموية قايمة على قطاع السياحة فقط لغير طب باقي اهلينا في سينة اللي كانوا موجودين في كل حد الواقع بيقول ان اخطأنا واخطأ الانظمة السابقة عندما سمحوا ان يظل مساحات على ارض سينة مناطق صحراوية بدون تعمير بدون خدمات طب وكان ايه لازمته ان الدولة تقولك ان انا هاعمل اكبر مشروع شبكة طرق قومية على مستوى العام ان انا خلص في اربع سنين فوق ال 3700 كيلو متر مربع ان انا في نفس الوقت اعمل توسع في مشروع متر الانفاء فخلص بس دلوقتي اللي اتعمل في 10 سنين قبل كده فاتت احنا محتاجين بس نشير النظارة السودة كده من حاجات كتير حوالينا محتاجين بس ما نبصش تحت رجلينا انا بكلمكو وانا واحدة بالمناسبة ما اخدت الشقة من الاسكان الاجتماعي يعني مش بدفع عن المشروع شانا اخدت شقة الحمد لله رب العالمين سبحانه لذي عفانا وانجانا ما كنتش محتاجة علاج يعني لكن انا في ناس غيري في مصريين معاي على ارض البلد دي استفادوا ما كنتش ساكنة في منطقة عشوائية ورحت في منطقة كبيرة بشقة طول بعرض بارتفاع بفرش مش بالضرورة ان المية واربعة مليون يكونوا استفادوا في نفس التو واللحظة من كل مشروع بيتعامل لكن كلنا استفادنا ان الكهرباء ما بتقطعش كلنا كلنا استفادنا بان احنا يبقى عندنا طرق آمنة نمشي عليها ونوفر الوقت والاهم من كل داو دا يا جماعة محدش يقدر ينسى عندنا فوق 2.5 مليون عامل مصري رجعوا من الدول اللي اصابها الدمار من ليبيا ومن سوريا ومن العراق هتشغلوهم فين كنتوا هتوفروا لهم فرص عمل منين تعرفين كل مشروع بيوفر فرصة عمل لقد ايه لكم شخص ده لما روحنا بس لحي الحكومي في العاصمة الادرية الجديدة في شركة واحدة كنت بلايه ألف عامل في الوردية الناس نفسها المشاريع دي ما تخلص لانه بيطلع من شغل يستلم شغل ويا رب ما تخلص وتخلص ليه هو احنا قضينا على كل الصحراء وعمرناها عشان نخلص ولا احنا بس عايزين نسيبها وكر المجرمين والعناصر الإرهابية الخارجة عن القانون ونفضل قاعدين في الحتة اللي قد كده نزن على بعض وندق في بعض اللي بقوله مش عارف اقوله حضراتكم ايه عليه لكن حقيقة بجد محتاجين كلنا نقلع النظارة السودة شوية محتاجين ما نعودش نبص الناس بتقولك كلمة هل مصر الإجابة بتبقى لدراسات الجدوى التزمت بدراسات الجدوى التقليدية في التعامل مع شغلها ومشاريعها الإجابة لا يا فندم وما أعلن عنه الرئيس صحيح مليون المية لان دراسات الجدوى بتقولك وقت وتكلفة وربح وتاني أعيد مع حضراتكم نفذنا قد ايه من 2014 ل2018 وما فيش دراسة جدوى في الكون كاب بتقولي ان احنا ممكن ننفذ ده عندك عدد المشروعات اللي تنفذت فعلا واحنا قلنا الارقام دي قبل كده 7777 مشروع بتكلفة 106 تريليون جنيه عندك مشروعات جاري تنفذها دلوقتي 3392 مشروع بتكلفة 1.1 تريليون جنيه عندك عدد مشروعات مخطط لتنفذها 4131 مشروع بتكلفة 0.7 تريليون جنيه اجمالي عدد المشروعات في 4 سنين 15300 مشروع بتكلفة 3.4 تريليون جنيه في 4 سنين بس حد يجيب لي دراسة جدوى كان بتقول ان في 2013-2014 دولة بحجم مصر بتعداد سكانها بأزماتها الأزمات بقى من أول الأمن اللي هو ربنا يديمه علينا نعمة ويحفظه من الزوال يا رب لدولة بتخوض حرب رهيبة مع الإرهاب لوحدها لوحدها مصر خاضط الحرب لوحدها وما كانش معاها غير إيمانها بنفسها وإرادتها وقوة شعبها بس فقط لغير ده اللي احنا بنتكلم فيه مع بعض نفذنا قد إيه طيب كان عندنا أزمات قد إيه إنعدام أمن إرهاب نقص طاقة أزمات في البنية التحتية مية وصرف وطرق استثمارات مفيش الشركات قفلت بوابها وقالت لك باي باي شكرا البلد دي مش نفعة من 2011 الشركات بتقفل في مصر وتسحب فلوسها عندك خلل في العملة الصعبة خلل السعر في البنك بسعر وفي السوق بسعر والدولار الجمركي بسعر ونقص في السلع رهيب وبقيت تحت وطقت ورحمة السوق السوداء نقص في مستلزمات طبية نقص في أدوية غير الأكل والشرب غير النقص في السلع التموينية كل ده كانت أزمات عندك كل ده انت قضيت عليه في الأربع سنين دول هل قضيت عليه وانت ما تعبتش لا تعبت تعبت وكلنا تعبنا هل قضيت عليه وانت ما دفعتش التمن وضع طبيعي هل بنحاول نصلح أوضاع الناس اللي هي تعبانة حقيقي أيوة وما تنسوش الفساد اللي كان يعني للجدور للجدور جدور الجدور اللي كان معشش وموجود في كل مكان ده غير كمان الجامعات القربية اللي كانت موجودة في كل حتة وكانت بقى يعني بتختارق مؤسسات وواواواواواوا وما إلى ذلك حتى لو إحنا لسه بنتكلم على منتدى أفريقيا اللي فات ده لسه خلصان من يومين 30 اتفاقية يا جماعة في مجالات الاستثمار والريادة الأعمال والتمويل هو ده كان بيحصل في أفريقيا أصلا قبل كده ده غير قوتك بقى غير قوتك قدام العالم قوة مصر قدام العالم أعرف يعني إيه قوة بلدك قدام العالم إنك ما تكونش على فكرة العالم بيحترم الدول القوية اللي ليها كلمة مسموعة واللي عندها إرادة واللي لا تنصع لأحد ولا أحد يوملي عليها قراراتها ولا حد بيجبي علينا زي ما بيقولوا خلاص إحنا بندفع تكلفة اللي إحنا بنجيبه وبنحاول نسدد ديوننا لأن برضو حد برح كان بيقولي والدين العام يا فندم جزء من قرارات الإصلاح الاقتصادي كان هدفها إن أنت تخفض الدين العام منت لو فضلت تصرف والدعم البنزين اللي إنت لسه بدعمه بالمناسبة لحد دلوقتي يعني شبا حدش يقولي إن إحنا أنا هتكلم عليه إسه هتش يقولي إن إحنا إحنا ما شناش الدعم على المحروقات هاي دي أجذوبة حررنا شوية حرقنا شوية من الأسعار لكن مازال مدعم منت لو فضلت تستلف 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 عشان تجيب موات بترولية تحطها في مواتير العربيات وتحمل الدعم ده على اللي عنده عربية واللي ما عندهش عربية في خلل لكن الدولة بتدعم حتى الآن دعم قوي أسعار الميكروباس والسيرفيز وقتباسات المدرس والكلام ده الارتفاع في الأسعار صدقوني ما لوش علاقة بتحقيق السعر الصرف لي علاقة أكتر بالاستغلال أرجو أن أنا كون يعني قدر الإمكان أني قدرت أوضح الصورة للناس على قد ما أقدر على قد ما أقدر وعذروني لو كنت أخفقت في التوضيح لكن أنا بقول لحضراتكم ما يحدث بمنتهى الصراحة بنواجه بعض طيب ناخد القبطان مجزي على تليفون سيادة القبطان صباح الخير على حضراتكم صباح خير أهلا بحريك يعني وأنت داخل العاصمة الأمريكية واشنطن وأنت داخل على الهايوي أي في طريق سريع وفي الطريق البطيء أي الطريق السريع اللي أكتر من اللي هما تلاتة في العربية أو أكتر والطريق البطيء اللي هو الواحد في العربية يمشي في الطريق الزحمة أي فالناس أولا أبتدت تراشد في استهلاكة وتقلل من عدد العربية ثم هم يركبوا مع بعض يركبوا مع بعض يركبوا مع بعض ويرفى شغلهم أي حاجة تانية بقى حضرتك هنا حضرتك تلاقي كل مثلا 200 متر تلاقي فيه إشارة عشان المشاعده أنا هنا بشوف كل يوم على الصبح على المحور عندنا وقداننا في الشيخ زايد حد واحد متغطي على الأرض آه آه بيعد بيعد عرباته وجاية طايرة تروح شيطا مع أن على فكرة ليه منعملش إشارات حضرتك فيه طب ممكن أقول لحركة ساعة القبطان عشان المنطقة أولا تخيل بقى المشكلة أن فيه كوبري مشاه معمول على بعد أمطار وتحديدا عند الميدان عند هايبر وتخيل أن الناس معمول غلط ليه عالي جدا حضرتك فيه ناس كبار مش قادرين يطلعوا دي عندك حق آه فيه حضرتك معمول غلط حضرتك هناك في أمريكا أنا في الولاية عايش فيه هناك بص شرع الرئيسي في الولاية كل ما بنمشي كل 200 متر تلاقي فيه إشارة أنا بص حضرتك ده عندك حق أنا أتمنى أنه ده يحصل بأسرع وقت ولكن ده برضو أكيد مرتبط بتكلفة وزي ما قلت لك المسألة مسألة أولويات يعني كان هدفنا ننقذ الإنسان الأول وجزء طبعا من الإشارات وتنظيم حركة المرور ده أكيد تيه سلامة للمواطنين وأنا أتمنى أنه القائمين على رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر أنه يشوف موضوع السلم ده ويتم توفير وسيلة للناس عشان تستخدمه أنا بعادي عند المتاد كتير بلاي مش كبار سني ولا حاجة بلاي شباب وناس صغيرة مستني اللحظة اللي يعني حيجري فيها من قدام العربيات فأنا أتمنى أنه ده يحصل مع حريتك وأتمنى أنه يكون فيه تنظيم أكتر لمناطق عبور المشاه في المناطق المختلفة ياريت طب ومن نسبة كلامنا إن بارحنا وقفت قدام فيديو كتير من الناس مش هيراه فيديو ده كان للأستاذ الدكتور طبعا العلم الكبير المصري اللي احنا بنعتز به جدا كلنا الدكتور فاروق الباز دكتور فاروق الباز كان بيتكلم في الفيديو ده عن حال البحث العلمي في مصر في الستينات واللي كانت فيه الدولة بتقوم بتعيين العلماء في وظائف بعيدة عن تخصصاته وإنه رفض ده لما قالوا له تعالى زمان توظف ما استحملش إن أحلامه تموت قدام عينيه لدرجة إنه خاف من قطر القهر لا يجرى له حاجة الحقيقة إنه هذا الكلام زي ما قلتلك وقاله العلم المصري الجليل الكبير الدكتور فاروق الباز اللي محدش أبدا يقدر ينكر إن الفيديو ده كلامه فيه صحيح لكننا في الوقت نفسه ولأننا في هذا الوقت على وجه التحديد كنا منتعامل مع البحث العلمي على إنه ركسون من عمل الشيطان وأحب أضيف للدكتور فاروق الباز كمان إن الوضع المأساوي ده ما كانش في ستنات القرن الماضي بس لكنه كمان استمر لحد الألفية الجديدة وعشان نكون محددين لحد من كم سنة فاته بس أنا الغريب بالنسبة لي نشر الكلام ده تاني دلوقتي باعتباره واقع بنعيشه الإجابة إنه لم يصبح الواقع كما كان هل وصلنا لأ الدرجة المثالية منه الإجابة برضو لأ لكن ما بقناش عايشين بنفس الطريقة اللي الفيديو بيعاد إذاعته بيها على مواقع التواصل الاجتماعي الصورة تغيرت تماماً في الأربع السنين اللي فاته وهقولك برضو إيه معيار إنه نحن نقول إنها تغيرت زي ما مصر تغيرت وعلماءها الكبار ما بقوش يهربوا منها زي زمان عشان يحققوا أحلامهم في البحث العلمي والابتكار مبادرة زي مصر تستطيع اللي شفنا مشاركة مقاتل وعلماء المصريين اللي جن من كل دول العالم عشان يشاركوا فيها طيب هما لو مش شايفين إنه فيه اهتمام بالبحث العلمي وإن حصل تغيير في البلد دي ما كناش شفناهم أصلاً طيب عايزين دليل تاني على عودة الطيور والمهاجرة زي ما بتقال عليهم ما إني أنا ما بحبش المصطلح ده ومنهم طبعاً دكتور فاروق البيز المهندس الكبير هاني عازر اللي طبعاً كلهم لم فصلوا عن وطنهم ولا لحظة واحدة طول الوقت واللي بيلبي نداء بلده بمبادرات شخصية منه طيب خلييني بص على مشروع الضبع النووي ما ده برضو مشروع كبير كانوا بيقولوا إيه لازمته إنه عندنا تنوع في مصادر الطاقة طيب وإن إحنا عندنا مدرسة تطلع ولادنا وشبابنا قادرين يشتغلوا في المشروعات دي طب مين اللي جي واشتغل في المشروع ده علماء مصر اللي موجودين في الخارج وانت شرفت قبل كده إن قابلت مجموعة منهم وإن مصر تستفيد بخبرات العلماء المصريين المتخصصين في تكنولوجيا الطاقة النووية واللي شاركوا في كل كبيرة وكل صغيرة وتحديدا إجراءات الأمان للمفاعل النووي وغيرها من التفاصيل الدقيقة اللي أكيد أنا يعني معرفهاش اللي أفدونا بها قبل توقيع الاتفاقية مع الجانب الروسي ولو بقينا منصفين وبنقول كلمة حق فلازم نقول إنه هذا الاتجاه أو الاهتمام بالبحث العلمي ما بدأش إلا من الأربع سنين اللي فاتوا لما رئيس عبدالفتاح تسيسي تولى إدارة البلاد وقال يا جماعة نأسس المجلس الاستشاري العلمي وقتها ما كانش عندنا حاجة بالمسمى ده أصلا إن الدولة تهتم بإنشاء جامعات جديدة ومش جامعات جديدة بس لا إنها تكون جامعات جديدة ومتخصصة في مجالات جديدة العالم كله العالم كله بيسعى لتطلع إليها ونبدأ بالمدارس الفنية ونعمل مدارسة ضبعة النهوية وندخل نزبط مشروع من مدينة زويل اللي كان يعني يبتدي هذا المشروع يلاقي الدعم وجامعة النيل وإنه يبقى في جامعات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات لسه كنا حالا من كم شهر كنا لسه بنتكلم عن القرور ده مع وزير التعليم العالي والبحث العالمي دكتور خالد عبدالغفار إنه يبقى في الجامعات التكنولوجية في مصر المتخصصة في مجالات العالم كله بيشتغل عليها إنك تروح لطلبة الجامعات والمدارس وتبتدي تعمل لهم منح إنك تلاقي ناس منهم يا جماعة بتتكرم في منتديات ومؤتمرات الشباب أصلا ما كنتناش بنسمع عنهم خالص فمش لازم لما نلاقي فيديو زي ده نرجع تاني زي ما قلت في بداية الحلقة نلبس الندارة السودة بعد ما قلعناها ونشوف حاجة غير الحقيقة اللي بنقول إن الاهتمام بالبحث العلمي في مصر ما بقاش مجرد كلامه خلاص بدليل إنه رئيس الجمهورية أصدر قرار برفع ميزانية البحث العلمي السنة دي من 17 مليار جنيه ل21 مليار جنيه بزيادة قدرها 4 مليار جنيه في سنة واحدة تعالوا أرجع حضراتكم لحديث الرئيس عبدالفتاح سيسي فيه شتاح المؤتمر القومي للبحث العلمي من كام شهر هنلاقي فيه قد إيه كان فيه تأكيد إن البحث العلمي في مصر ما بقاش رفاهية يعني إنك تدخل هذا المجال وده جزء من استراتيجية الدولة المصرية نحو تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة العقول المصرية المتميزة اللي تقدر تخلق حلول كتير جدا لمشاكلنا اللي احنا يعني بنعاني منها بالتفكير خارجي السندوق دي الحصان الرابح اللي راهن عليه رئيس الدولة عشان كده شعار المؤتمر هو إطلاق طاقات المصريين ولو رجعنا سنة كمان لورا تحديدا في الاحتفال بعيد العلم اللي احنا برضو ما كنش بنشوف يعني الاحتفال بقرارات وتوصيات يعني بهذا الشكل على فكرة ده كان فيه تجاهل كبير وطويل لعيد العلم هنلاقي انه فيه تكليف لرئيس الوزراء من رئيس الجمهورية بالبحث العلمي بانشاء كمان صندوق لرعاية المبتكرين والنوابخ في مصر عندنا قرار بانشاء مدينة العلوم والابتكار في العاصمة الإدارية الجديدة مش بس كده قرار بمضاعفة الجواز العلمية منح أربع جواز جديدة المبتكرين بقيمة 250 ألف جنيه فلو الناس مش شايفة ده أو مش عايزة تشوفه أو مش مصدق الكلام ده فخلينا نشوف رأي رجال البحث العلمي وهنا أنا هستشهد بتصريح للدكتور محمود سقر رئيس أكدامية البحث العلمي والتكنولوجيا لما كان بيتكلم على إنه رئيس دفع الدولة اللي اهتمام بالبحث العلمي وده ساهم في معدلات عدد العلماء اللي كانوا بيسيبوا مصر ويمشوا يعني كل سنة كان بيبقى الناس عارفة إنه في عدد مثلا العلماء أو الأسادة أو 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 البحثين سافروا مع كل سنة المعدل ده بيقل يبقى أهم حاجة عشان كانت العقول دي يعني تفضل في مصر ما تمشيش وما يتحولوش لطيور مهاجرة إن المناخ يكون مناسب إن المناخ يكون مهم لتوطين العقول المصرية عشان كده مهم قوي إنه الدولة تدعم كل ما يتعلق بالبحث العلمي والابتكار مدان ومعنويا وده بيحصل أنا ما قدرتش استوعب إن إحنا نعيد لنفس هذا الكلام ده تاني أو ليه الناس بتنشره تاني هو أي أحباط والسلام أي حاجة نقول إنها وحشة أي حاجة نقول نقعد نبص النص الفاضي طب على فكرة هو ما بقاش نص فيه لسه ربع فاضي بس مش نص فيه ربع هنوافق عليه كويس؟ بس فيه ربعة ملع مش شايفينه برضو؟ ولا فيه ناس مش عايزك تشوفه وإنت بقرر تمشي وراهم عموما أنا دوري إن أنا أوضح بس الحقائق بالأرقام بدون مجملات نرجع للإشاعات والبنزين أنا نفيت الإشاعات يا جماعة كم مرة علي؟ والله العظيم بنسى كتير بس عموما ما علينا وفي العادة إفادة طيب أخبار كتير متفبركة على المواقع والسوشال ميديا يا جماعة تأكيدا مجلس الوزراء أصدر بيان نفى فيه ما تدولته بعض المواقع الإلكترونية وصبحات التواصل الاجتماعي بخصوص إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارات تخص أسعار البنزين ما فيش يا جماعة أي قرارات تتعلق بأسعار البنزين البيان قال إن الأخبار دي غير صحيحة جملة وتفصيلا وإنه ما صدرش من رئيس الوزراء أي قرار يخص أسعار بنزين 95 ولا غيره وشدد رئيس مجلس الوزراء على كل وسائل الإعلام ورواض مواقع التواصل الاجتماعي إنه هم يتأكدوا من صحة الأخبار قبل ما ينشروها ما اعتقدش يا فند إني ده يحصل عشان ما تحصلش بلبلة ما بين الناس وكمان طالب المجلس الأعلى للإعلام بتطبيق القانون على المخالفات اللي بتستهدف نشر الشقيعات في أوساط الرأي العام وأكد مجلس الوزراء إنه هذه القرارات بيصدرها رئيس الوزراء أو لما يصدرها هيعلن عنها المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أو من خلال الجريدة الرسمية وبالتالي فكل ما ينشر بخلاف ذلك ليس له أي أساس من الصح هتفضل لحد إمتى هذه الإشاعة تكرر ونطلع نمفيها مش عارف مش عارف خالص ما عنديش إجابة بس إحنا بنأكد على حضراتكم طالما المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء والجريدة الرسمية لم تنشر أي قرارات فيما يتعلق بأي أسعار أي شيء في الدنيا فلو سمحتوا أعتبروا إن الكلام ده مالوش أساس من الصح خالص خلينا نرجع نتكلم على تحرك إيجابي وظريف جدا وياريته إنه يبقى قانون يطبق بشكل أو يعمم تطبيقه مدير أمن الإسماعيلية سيدة اللواء محمد علي حسين عمل حملة قرر إنه هو يقودها بنفسه الحملة دي لضبط الطلاب اللي مزواغين من المدارس اللي بيدعه وقتهم في القعدة على الأهاوي والبليستيشن وبدأ الحملة في الإسماعيلية الطلاب اللي بيهربوا من المدارس بيجزبوا على أولياء أمورهم على أمهاتهم بأنهم كانوا في المدرسة هيلاقيوا قوات الأمن بتتحفظ عليه مش محدش يقولك هو أنت بتقبضوا على العائلة الصغيرة لا يا فندم ما تقبضوش على العائلة الصغيرة خالص هو فيه سن للقعايد على المقاهي والكلام ده كله طالما مش للبلغين وبفيه منهم شباب أطفال وعاديين شابوا شيشة وسجاير وما إلى ذلك فالمفروض إنه إحنا نساعد فقوات الأمن مش هتقبض عليه ولا حاجة هي تمسكه وتبلغ حضرتك إنه إحنا نتحفظ على طلاب أو إنه إحنا نعمل محاضر لكن الهدف منها هو لفت نظر الأسر والبيوت المصرية عشان يخلي بالهم من ولادهم ويتابعوهم الحملات الأمنية دي دورها إنها تدعم التعليم في المحافظة تكمل الرسالة اليومية إن الولاد لازم يروحوا بيطلعوا من البيت عشان يروحوا المدرسة مش عشان يعودوا على قهوة ولا على كافيه ولا يروحوا عودوا سايبر ولا يعودوا على النت ولا يلعبوا بلاي ستيشن نتمنى إن الناس تاخدوا الصورة الإيجابية في الموضوع وتطبيق القانون في مقايب تفتح من الساعة 7 الصبح وهي أصلا بطبة مطبقة من بالليل والله عفوا نهاية اليوم بيعملوا إيه بقى بيشتغلوا على الناس يخلون طول للليل قاعدين من غير الشغل ولا مش غالة ويمسكوا الطالبة من الساعة 7 الصبح مسلملي بقى على التعليم وعلى الناس اللي مش لاقيها راحة ولا بتشتغل دي حاجة كويس بصراحة نتمنى إنه يتم دعمها بس وخلاص وإحنا بنقول إنه لا قبض ولا تحرير محاضر لكن في طلبة أو بعد رصد الظاهرة دي إنه كتير جدا من الناس بتلاقي طلبة يا جماعة إحنا حوالينا في الشوارع أنتو مش بتشوفوا ناس قاعدة عيال صغيرة على أهابة وكافيات الصبح بدري ماهو ده فين ماهو ده يعني مش كبير ده صغير المفروض يكون مكانه في المدرسة بس يعني هل هل فيه أي مكان تاني ممكن يتواجد فيه بره المدرسة بالمناسبة في لندن قانون ده مطبق أي طفل بيلقوه مش في الشارع وقت الدراسة بيتحفزوا عليه بيتحفزوا عليه بقوة القانون ولو لقوا بقى إنه والده ووالدته هم اللي مؤثرين في إنه مايروحش المدرسة أو مايروحش المدرسة بيروحوا على طول متحفزين على الطفل نفسه ما بيسلموش لوالد ووالدته إلا بعد أخصائي ورعاية وكلام من ده ما بيردوشش يسلموه لهم تاني خالص ناخد طيب عم علي معنا على التليفون عم علي سبع الخير بقول لحضرتك الصورة اللي حضرتك لسه نشرها دي أنا صورة نشكر موديل الأمن في اسماعيلية آه آه الاسماعيلية آه ومن فضلك قوليله من فضلك قوليله من فضلك كمان مرة قوليله الصورة نقصة حلاء حلاء تستدعيش آه ما تستدعيش وليه عمر دولة يروحوا حلقين زيروا لأهليهم لح بس انت عارف ده ده وأهليهم هيعرفوا طيب خلاص يا عم علي هما قاليهم يعملوا كده لكن مش من حق ان لأ من حقه ده مربي ده راجل مربي عنده أولاد معلش مش عايدين عشان كده جاب دولة أيوة مش عايدين الناس تبوز ما غيره في محافظات تانية ما بيعملش كده ده يجيب مكنة حلاء وحلاء والعيال تروح لأهليها زيروا وكل مصر تعرف ان هما اللي بيزواغوا بيجرالهم كده صحي مش شكرا يا عم علي مشكورا جدا قاله شكرا لا يعني انا طبعا اكتراح عم علي ده اكتراح صعوب جدا ومخالب برضو انك مش من حقك انك يعني تمسك انسان تقصر شعره او تحلق له شعره او كده أي ما كان خطأ اقول لي ما ايه زمان كانوا بيعملوا كده على فكرة يعني ما كانوا يمسكوا واحد عكس بنت في شارع مثلا يروحوا مسكينه حلقله شعره زيره فكان يبقى ماشي في الشارع او في المنطقة يبقى معروف ان ده عكس بنت الحت عنده نوع من انواع التأذيب يعني التأذيب المعنوي يعني بدل ما يمسكوه بقى زي ما احنا مشوف العنف الزيادة القوي اليومين دول يربطوه في جزع شجر ولا مش عارف يعملو ايه ولا ايه ولا ايه ولا الكلام ده في كان زمان ده نوع من انواع التأذيب لكن خلص يعني ممكن بابا ومامته يعني يعملولو كده يعني يعني براحتهم يعني لو لو ده هيأثر معين هيأثر معين بسهي المشكلة الطلبة ان هم بقوا بيلعبوا اكتر ما بيذكروا يعني يمزوغين من المدرسة يمش مركزين في المدرسة يعاديين في البيت امام وسائل التكنولوجيا اللي جابت لهم ادمان ففعلا الموضوع محتاج تركيز وكون انه حد من افراد الشرطة يولي اهتمام بالموضوع ده طبعا ياريت ناخد وسائل صباح من اسكندرية وسائل صباح صباح الخير صباح النور حبيبتي انا صرحانا جدا جدا بالموضوع ده بجاب بتمنى انه يطبق اه فدل بتمنى انه يطبق في جميع المحافظات فعلا لان فعلا فيه اهالي ما بتبقاش قادرة على ولادها فعايزين حل والله نتمنى لو فيه امكانية بان ايد الدولة هتبقى جامدة ويعني هتقدر تسيطر على الشباب برضو شوية هو الامن بالمناسبة بيمسك الولادة المزوغين وبيكلموا ليه الامر عشان يعرفوا ان ابنك مزوغ بس فهنا طبعا يعني فضال يا فان شكرا شكرا يا فاند شكرا لحدك شكرا يا من دون سبع على فكرة بالمناسبة ما فيش يا جماعة محاضر ومش قد يعني عشان ما تطلعش اشعاعات على الموضوع ده والنبي الله يكرمكو ده تحفظ وابلاغ وليه الامر ان ابنك مش موجود في المدرسة نوع من انواع المشاركة وليه الامر بقى انت حور مع ابنك سيدة نوه من القاهرة سيدة نوه من القاهرة يعني هي مش انترناشنال هي الخاصة اه لغات اولادها تقريبا ما بيروحوش المدرسة وانا ببقى مستعربة جدا اولادها طيب انا مش مقيمة في مصر بس انا نزلة اجاز الحمد لله السلام انا ورتي مصر بيروحي مش تي ربنا يخلي لما بسألها فانت الولاد ما بيروحوش بتقولي محدش بياخد غياب اولى سنوي اه سنوي عامة دي عندنا مشكلة فيها مشكلة رهيبة فعلا بس انا مخيطة يعني سنوي عامة دي يعني تلك سنوي بس اولى سنوي محدش بيروح وتالك عدادي كمان ابنها التاني محدش بيروح بيعتمدوا على الدروس فقط لغير بكل اسف لكن انا مع حضرتك ان المفروض بجد ان الولاد حتى الطلاب الطلبة بفترة سنوي عامة لازم يكون فيه احترام للتواجد في المدرسة بس المشكلة عارفة مع اولياء الامور يقولك ايه اصلا انا ابن بياخد دروس في كل المواد فمش بحتاجي يروح المدرسة بالزبط وخلينا اقول لحضرتك ان هي مثلا زي ناس كلها بتروح سنتر فالسنتر بيقوم بالزبط في دور المدرسة لو الولد اتاخر بيبعثه للام لو عامة درسة بيعلموا فيها مش بسلوس السنتر يا مدام نوها بالزبط بس يعني لما تبقى دفع مثلا 25 ألف جنيه في السنة مدرسة ترجع تدفع زيهم في السنتر طب يعني فيه خلل في الموضوع طب والله العظيم موزير التربية والتعليم بيصلح بس الناس مش عاجبها انا فهمة وفعلا انا معاه جدا وهو بيعمل حاجات كويسة جدا فعلا بس انا حا شايفة ان فيه رززت من الاهالي من الاهالي كمان مش عارفة زي هم مش عايزين يتغيره ايوا والله العظيم حارج قلتي احنا بالخاف من التغيير مغدودين قاب بنشتك من السنتر ومن الدروس يعني حضر المدامنا عموما ان شاء الله بإذن الله الوزارة تسمع لصوت حضرتك ويتم تجديد رقابة اكتر في المدارس فيما يتعلق بالحضور والانتراف ان شاء الله بإذن الله ده يحصل ونساعد يعني وتعميم الخطوة دي ده ما بقولكو دول كتير جدا عندها ده قانون اجباري مش مبادرة مفيش طفل يتواجد في الشارع وقت ساعات الدراسة باستثناء العطلات والأجازات الرسمية غير كده مفيش بيتم التحفز على الطفل فورا ومش كده وبس ما بيتمش قاعدته لأسرته مرة تانية وده بقوة القانون لان هم هنا بيعتبروا ان الأب والأم غير أمناء على أولادهم بالمرة فيعني نتمنى ان شاء الله بإذن الله انها تكون دي بدرة كويسة نتمنى انه يعني أولى الأمور يتعاونوا مع الناس نفسنا ان احنا نشوف الحمالات دي في كل المحفظات نفسنا انه يحصل تجديد أكتر على موضوع المقاهي بصراحة موضوع القهوي دي جماعة كرسة كبيرة قوي في حياتنا القهوي والكافيات زي ما بقولكو طول الليل اللي الناس قاعد عليها فعمل ازعاج لسكان البيوت والعمارات بشكل بشع وطلب عليها من الصبح من الساعة 7 و 6 الصبح قدين على الكافيه مزوغين من المدرسة أستاذ خيلد طيب من القاهرة أستاذ خيلد الحقيقة أنا مبسوط جدا 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 بالمحملة دي ويا ريد انها تعمم على مصر كلها لأن الأولاد دول دول وجودهم في الشارع بيعملوا ايه ياما بيشربوا حاجة ياما بيعملوا شيء مش مزبوط بيعمل حافظ على أولادنا عشان ما يبقوش مادة خصبة لأي شيء متطرف أو شيء موجودهم موجودين في الشارع أي حد إن هو مادة سهلة وضعيفة ممكن يدخلوا لهم بيها مخدرات التطرف من أي شكل الأشكال أهما في الشارع مفيش داسبنان مفيش حاجة بتحكمهم صح فأرجو أرجو إن سادة الرئيس والحكومة تعمم ده على كل إحنا وإحنا أطفال سهارين كان معايا صديق وكان راجل محترم جدا وكنا ناس محترمين يعني ومرة عاكس اه اتحلق له في الشارع مرة لا بجد يعني ده حصل مع صديقك قدامك قدامي واتحلق له احنا طبعا جرينا أخدار حضرك اه طبعا اتحلق ما اتكررتش تاني طبعا ومشينا زي الألف أرجو الدولة ليها دور في أنها تربي في الشارع تصبط الناس دي أو الولاد الولاد دول ببشارب لسه يعني صغيرين كلهم ده بين عليهم 15 و 16 سنة حرام ده بالكتير أو 14 سنة فضل الفاني أرجو يوجدوا أماكن عشان الأولاد تلعب كورة تلعب رياضة في كل مكان في أي محافظ يعني أو في أي منطقة لأن لو هو حياة لعب رياضة أو حياة بحاجة حيات مش هيره يوضع على أهوة مش هيره والله أنا أتمنى وهم بيحاولوا يعني حياة كنا عملنا فكرة بخصوص الموضوع ده شكرا يا أستاذ خالد بخصوص تطوير مراكز الشباب على يعني على مستوى محافظات ومراكز مصر وأعتقد أنهم مشوا في الموضوع ده بشكل سريع لكن لسه أكيد مش كفاية أكيد لسه مش كفاية ناخد مدام رجاء صباح النور يا فان والله أنا سايفة أن الموضوع ده علاج وبط المدرسة ممكن تساعد فيه عملية غياب واللي هيتجاوض قطرة معينة هيتحرم من دخول الامتحان تتخصر منه في الدرجات اللي هي أعمال السنة هو ده بيحصل بس فيه يعني هوا ما بيتحرمش من دخول الامتحان بس ممكن يخسر جزء من أعمال السنة بس فيه ناس مش همام معاني يقولك ما أنا بديله دروس في كل المواد فترة الغياب المشكلة المشكلة أن أولي الأمور ساعتهم اللي بيروحوا يعملوا تحايلوا على القانون ويدربوا شهادات معرضي وحاجات كده وجامعة ده بيحصل مش هننكر ما هو البيت نفسه مقتنع أن المدرسة ملهاش لازمة نص المساكل اللي بيعاني منها الولاد اللي في الشوارع دوله هم بيتعلمهم احنا بنصدر أحسن مصريف عليهم أحسن لعب وأحسن موبايلات وأحسن بيخلطوا في القهور على ناس من المستوى بتاعهم وناس أقل وناس عايزين يضيع يعني رباني يا سوريا مدام رجاء بس اقتراح حضرتك برضو والله ما عرفش قليل التنفيذ وده طبعا أمر متروك لجهات المسؤولة يعني أستاذ أستاذ أحمد مشارية أستاذ أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته هو منظومة التزوير من المدارس برضو بتشارك فيها وزارة التربية والتعليم تمام لأن حضرتك لما بييجي الطالب بيزوغوا المدرسة ما بيروحش المدرسة يعني احنا لسه موصلناش الترمي التاني احنا لسه في الترمي الأولاني ونص الطلبة اللي في تلتة عدادة أو في تلتة سنوي أو في تلتة تجارة أو في تلتة صنايا أو تلتة رباحهم ما بيروحوش المدرسة ليه؟ لأنه مش خايف أنه آخر السنة يتحرم من الامتحاد فهو هيروح كده كده مش هيروح وهيخش الامتحاد آه مافيش عقاب رادع حضرك تأمنا الله يخليك آه تمام كده لا احنا مبنعفيش وزارة التربية والتعليم من مسؤوليتها وكمان مبنعفيش البيت من مسؤولية أصلية كله على بعضه البيت حضرتك مش مأثر من دروس إلى 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 انت عارف الكلام ده كله يعني ولكن الطلبة ما بتروحش بتروح عند المدرسة وتقف بره بره الصور وما حدش بيخش صح لو هو عارف انه هو مش هيخش الامتحاد فعلا وهتردع وزارة يحرك معه قرار انه الطالب اللي مش هيلتزم بالمدرسة او هيغيب عن حد معين يحرم من دخول الامتحاد بالزبط كده لكن هو عارف انه هو في اخر السنة خلاص كتب الاستمارات وخلاص بها ده خلاص مش رايح وده بتسهد فيه المدرسين برده عشان خاطر زول دروسهم دروس الخصوصية الكلام كده كله المنظومة مش عارف سبحان الله ربنا يهدي الناس يا ربي يا سيد احمد بشكر حضرتك جدا السيد هاني من الجيزة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طبعا انا مع الحملة دي ومشكور من كل من قام بالحملة دي بس حضرتك بالنسبة للطالب انا شايف ان كلهم طلبة صغيرين ها هل فين العقاب للبيت نفسه البيت نفسه انتو بتلوم المدرسة بتلوم انا بالوم كلهم بالوم الترفين الحقيقة لا انا انا عايزة عقاب للبيت انا عايزة عقاب للأسرة اه ما انا قلت فيه دول بتطبق عقاب على الأسرة لكن احنا ما عندناش القانون ده يعني يعني ما عندناش الجزيز الطالب معه ما لقاش تربية ما لقاش توجيه ما لقاش نموذج قدامه مين اللي قاله ده طالب صغير 12 سنة و14 سنة و15 سنة مين وجهه ده لسه طفل بس يستاذا يوم ابتدوا يعملوا ده في المدرسة اليابانية تمام وان الاب نفسه يكون اوليه الامر نفسه ليه عدد حضور ساعات معين كمان داخل المدرسة هو شخصيا عشان بيكون ملم بكل اللي بيحصل معه في المدرسة لكن احنا بنحاول انت بتحاول تعدل يعني اسوزاني موضوع ثقافة رهيبة جدا ما بين الناس اللي خلاص بقت خلاص عندها قناعة ان المدرسة ملهاش لازمة مخصوصا في مراحل الدراسة الثانوي من اللي عنده قناعة حبيب بعض الاسرة ايو مش الطالب الطالب ده لسه انا بعلمه لسه بربيه ايو يا جندم هي الاسرة خلاص ما انا كاسرة يعني مش مهتما ان ابني يروح المدرسة بالطبيعة هو مش هيكون مهتما ان يروح المدرسة هو كمان ده اكيد انا الاسرة كل الاسرة كل وليه الامر كل المفهوم ايه انه بيوفر فلوس بيوفر له دروس بجيب له احسن لبس احسن اكل مش هي دي التربية طبعا ده يمكن انا مع حرجة ديام سوزاني وبشكرك وده على فاكرة جزء كبير من الازمات اللي بتحصل في مجتمعنا انه احنا كتير من اولاية الامور هننكر ليه مش غولين بيه توفير لبس كويس موبايل كويس ابن الجيران جاب تابلت ابن خالتي جاب بلاي ستيشن ابن عمتي جاب ايباد مع مش عارفة مين نسينا يعني ما تيجي تقول مع حد وانت لسه بتعلم ابنك مثلا يحوش من مصروفه كم حد فينا يا جماعة بيعود ابنه ويحوش من مصروفه ده بالعكس ده لما تلاقي مثلا وضع الاقتصادي عندنا مزنة شوية مش ندور على الترشيد لكن لا يلا بقى الحال والدنيا ونوفر منين وده عايز كرت موبايل وده بيركب توك توك وده ما بيعرفش يمشي مترين لحد اول الشارع العائل دلوقتي بتوفر بقى فلوس للقهوة مش في المدرسة؟ الشارع الشارع جانب السوبر ماركت والطابور شغال بتاع المدرسة مزوغين يعني ها؟ مزوغين ها يعني ايه طب انت ايه رأيك لو في حملة نزلت على المدرسة وجابت الولاد دول طب لو حد كلمك قال لك ابنك مزوغ ايه؟ لو حد كلمك قال لك ابنك مزوغ اعجبه في ساعتها اعجبه اعجبه حضرتك يعني يعني مش هتتدايق يعني لا لا عشان انا عمري ما زوغت انا عمري ما زوغت اه بس ما يباش عقب ما يباش عقب مؤذي سيباش بس شاعتين العقبات المؤذية دي لانه والله في السنة ده مجيبش نتيجة يا جماعة ايه انا بشكرك جدا يا فاند شكرا استاذ هيني ايه ناس كتير والله دكتورة نايرا من القاهرة دكتورة نايرا صباح الخير صباح النور اهلا بك طبعا انا شكركوا جدا للموضوع ده وبنشكر المحافظ وياريت الجميع يعمل كده نحيانا باقترح اقتراح فدلي فاند ان هو يبقى العقاب ان هما تنظيف الشوارع او تنظيف الحمامات العامة تمام اه يعني اه 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 على فكرة برضو اه في يعني اقتراح هايل لانه اه بشكرك جدا عليه وفي بعض الدول على فكرة بتلجأ للحلول دي يعني بدل ما مثلا يودوا اه 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 اصلاحات اه تأديب او حاجات كده لما بيلاقوا حد يعني اتصرف اه من من السنة الصغير سلوك يعني اه مش عايزين يدوه عقاب جامد عليه او ارتكب مخالفة فمش هيقدر يدفع الغرامة بتاعتها بيخلوهم يعملوا حاجات يعني اه يشاركوا مثلا في اه تنظيم حركة المرور اه يشاركوا في ازالة المخالفات في بعض دول اوروبا بيعملوا ده بيعملوا ده فعلا وده بيبنوع من انواع التأديب الذاتي يعني انك اه مش بس اخدك اه اه احطك تحت الاقامة الجبرية في مكان او احبسك او وديك اصلاحية او 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 الكلام ده كله بقدر ما انا بنزلك تشتغل اه وده بيبقى فترة تنفيذ عقوبة فلازم تلتزم بيه يعني لو ما تزمتش بيه بتحاول ليه السجنة او مؤسسة الاصلاح على طول مدام ام كريم ام كريم صباح الخير صباحي النور عليك يا حضرتك اهلا بيك يا ام كريم اهلا بحضرتك انا الوقتي بتكلم عن المدرسة وزواغين من المدرسة ايه اولا انا مدرسة والذي كلهم فقصي ماذاين في ايه مدرس ولادك ايه معيش انا مسمعتش فقصيوت فقصيوت كويس اه حضرتك والله المدرسين اللي بتطلب من اولادنا متجوز من اول فهر 12 المدرس بيقول ابن حضرتك في المدرسة مايجيش اه بلون متجوز ما تبلغي عنه النيابة الادارية او بلغ عنه الادارة التعلمية حاولنا بيقولك لا اه ده بيجيبوا التهمة مثلا على ولادك لأ هم اللي عايزين يريب المدرسين بيقولهم لا مدجوز انتو بي كده بتاخدوا دروس ما حدش ياخد حاجة تاني احنا خلصنا المنهج ومع ذلك ليس صافة خلصوا المنهج في شهر اتنشر اه بس لسه مخلص بسه برضو محتاج وزارة تربية والتعليم تتحرك تجاهل يريت لو سمحتوا تدقوني المدرسة عايزة تقولي مدرسة والمركز او ممكن خلي بيانات حاركوا اللي بعتها للوزارة ماشي حضرتك الطالب الطالب عمرو ما يتفعش من المدرسة او مش يحب المدرسة الا لو لقى حبه اصلا في المدرسة لو فيه مشجعين وكمان الطالب لازم يلاقي حبه في المدى ومدرسة من المدرس نفسه صح صح ولا لا صح لازم المدرس يسجع الطالب عنه هو ييجي ويذاكر كل حاجة والله هو لازم المدرس ولازم البيت ولازم المدرسة او لازم الشارع او لازم كله مع بعض والله يعني فاش حاجة نقدر نقول انها هتيجي على حاجة او احسن من حاجة او هادي الحل مشكورك جدا يا فندم مش مانت سهيني من العاشر من رمضان؟ مش مانت السبع الخير؟ قالنا لي سهيل بس عندها حضرتك فد وعفول قال لي بس هل الحملة دي كانت منظمة ولا كانت بستطفة لا اعتقدت لما نزلوا بيها يعني اكيد نزلوا صدفة لان احنا شايفين انها كانت مبادرة وحركة وقام بيها مدير الامن معرفش الحقيقة يعني مش هايزة ارد على الحركة رد انا معنديش اجاب عليه خلاص انا سؤال التاني لو هي منظمة لازم يبقى في خطوة تالية تالية يعني واختبالك هي مش مع موجودة صدفة وخلاص لا المهم يبقى في حال الولاد دول يبقى لهم زي نقاط انا خلاص انا هاختملك نقطة لو تقررت تاني يبقى العقاب اكتر لو تقررت تالية يبقى عقاب اكتر اه دي تعملها وزارة التربية والتعليم اه مش وزارة الداخلية يعني وزارة الداخلية من ينهاش دعوة اه داخلية شكره وكيدة اه يعني حركت مع الحملة انه يتم ابلاغ يعني مع الحملة واتمنى تتمت كل خلاف أنا يعني أنا بتكلم على كذا يوم وده في نطاق محافظة الإسماعيلية معرفش هل هتمتد الباقي المحافظات ولا معرفش هل هيطلع قانون رسمي بدأ ولا لأ نسمع ده وإحنا بنقول مش بنتكلم على إنه دي مسؤولية مين نفسي نرجع للمسؤولية المجتمعية هي دي الأساس كله أصلا هي شراكة ما بين البيت والمدرسة والمجموعة كلها يعني هي دايرة لازم تكون متكاملة يعني نفعش بها البيت فيه خلل والمدرسة مصبوطة ومنفعش البيت مصبوط والمدرسة فيها خلل إيمان من الده أهلية أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على فكرة أسوأ معاملة بسبب المدرسين بالطبع وجوه المدرس أسوأ معاملة طب ما تبلغي طب حركت سكوتي ليه يعني إيه دا كده على طول على فكرة يعني دخلت أي مدرسة لا لا لو حرك قدامك وقع تحديدا من غير تعميم في مدرسة معينة مش مسموح أن حرككم تقبلوا بكلام دا في المدرسة ولازم تبلغوا عن المدرسة اللي بيعمل كده وأنا واسقة ومتأكد أن وزارة تربية والتعليم هتاخد موقف معي على فكرة كل المدرسين كده مفيش حاجة مع كل مدرسين كده بصراحة لا 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 معلش مدام إيمان مش كل المدرسين كده أنا أبرفض التعميم مش كل مهنة فيها الكويس وفيها الوحش كل مهنة لكن في مدرس لو حركت في مدرس بعينه حرك باللغي عنه ما تسكتيش ليه أنا أسكت واسيب مدرس يكون في مدرسة بيتلفظ بألفاظ خارجة قدام ولادي غير مقبول بالمرة أو بيتعامل بأسلوب فيه تنمر مع ولادي أو فيه إهانة للولاد ولا مطلوب أن الطالب ما يحترمش المدرس اللي احنا اتعلمنا وكاد المعلم أن يكون رسوله ولا مفروض كمان أنه المعلم يهين الطالب ويمارس معاه أسليب التنمر لا مطلوب ده ولا مطلوب ده أستاذ مصعد يا فن أي فن بسبب الخير طبعا نور يا فن أهلا بحررك صدر ربنا كلمك البرنامج جميل والبرنامج حلو والبرنامج كان مطلوب من زماني من قبل كده يعني الحمد لله ربنا يخليك شكر ما هي المشكلة المشكلة الأساسية في وضعات التربية والتعليم في المدرسين ما أصبحش فيه مدرسين آآ فيه مفيش مدرسين بتشرح مفيش مدرسين فه أنا حبث كنت في أجالة المدرس أشوف المدرس على بعد نص كيلو أستخبى لما يعد المدرس بيه اللي أجازة أنه هارد المدرس بيشوف الطالب استخبى هو هو الطالب اللي بيمشي مش كده كبيرة طبعا بس أنا عادي أقول حركة على حاجة يعني أنا برضو خلينا أقولك الجزء اللي بقى مليان في حياتنا أنه إحنا عندنا اهتمام دلوقتي من الدولة بأن هي تطور حال المدرس وتعمله عمليات تأهيل كتير طبعا ده مشروع كبير ابتدوا بمئة ألف مدرس ولسه مكملين وفيه دورات تدريبية كتير لمدرسين فيه مدرسين كويسين جدًا ما يا بنت بالتنوعية العامة أنا دفعت لها المصريف وهي ما شافتش المدرسة لقد دلوقتي عشان هي مش هادها تروح ولا حركة مش بتوديها ولا مدرس بيقولها ما تروحش مفيش حد مفيش مدرسة من أساس ومفيش حد بيطالب ولا مدرسة بعثت الجواب يعني إيه المدرسة قفلة؟ مدرسة فتحة لسه مفيش طالب بيروح هتروح لوحدة؟ يعني إيه مفيش طالب بيروح؟ هتروح لوحدة؟ المدرسة كلها محدش بيروح مدرسة؟ ها محدش بيروحها ومدرسة على شغل هارم يعني مش مدرسة عادية يعني مدرسة كبيرة ممممم دي مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة عندنا في التعليم والمدرسة تعليمة تتدت...يبي تتدت بسبب المشاكل دي مفيش هفب في المدرس طالبة مفيش تحبيب للمدرسة مفيش حافز مفيش مفيش! حاجات كتيرة كلها واقع على عاطق التربية والمدرس انه مش مؤثر على المصريف بد دروس على فكرة بس أنا بس عندي أزمة في موضوع التعميم اي مدرسة بيخطئ لازم يتحاسب اي مدرسة مابتر عيش طالبة بطاعة يا فندم حضراتكم لازم تبلغوا الوزارة لما تبلغ الوزارة والوزارة ما تاخدش موقف ساعتها نلوم الوزارة لكن لا يا فندم خاصة عامة خاصة عامة هي تحت إشراف وزارة التربية والتعليم تخضع لي الإشراف الوزارة بشكرك جدا يا فندم لازم تبلغوا يا جماعة لازم تبلغوا الوزارة هتعرف منين ما هو لو أنا كوالية أمر مستسلم إن ده بيحصل وتمام وخلاص وابني في سنوية عامة ومش عايزة يروح المدرسة أو بنتي أو كده مش هيحصل جديد لكن لو إحنا عايزين نغير لازم نلجأ لوزارة التربية والتعليم نبلغ نقدر لما التبه رحت الوزارة وبلغت والوزارة ما خدتش رد فعل ساعتها قدر أفوالوم وزارة التربية والتعليم مدام أمل من القاهرة مدام أمل من القاهرة مدام أمل من القاهرة أي فندم سبعة الخير سبعة الخير يا مدام أسماء أهلا بيك فندم تفضل مدام أسماء وفيه في المنظومة كلها حاجة هي مش واضحة أو ممكن تكون واضحة بس عايزة تتطلع أولا المدرس لازم هبت ترجعتي طبعا مش بالفلوس بقى مش بالقوة كمان لا لا بس كان ليه ما كان زمان المدرسين بيدربوا وكان الطلبة بقى لا لا بصي ماشي ماشي أنا مش بنقول عالدار بدلوقت احنا ما نتكلمش عالدار بس لازم هبت المدرس المدرس لازم هبت المدرس عمرها ما كانت بانه مدرس عنيف هبت المدرس لا انا ما بتكلمش عن العمر ولا ان احنا نقول ان احنا عايزين الضربة في المدارس انا ما قلتش كده يا مدام أسماء انا ما قلتش كده انت بتقوليلي مش بالضربة بقولك لأ كان زمان في ضربة بس كان فيه هبا ليه بقى كان المدرس بيحترم نفسه وكان بيجبر الطلبة على احترام البيت برضو يا مدام أسماء يعني الام والاب يقولك لأ ده احنا بفلوسنا لأ مش بفلوسك اه دي انا معاكي لكن لكن يعني بشكورك جدا عمر هيبة المدرس ما هتعود باي نوع بالضرب الضرب بمبدأ مرفوض لا زمان ولا دلوقتي الضرب ده لا بيربي ولا بيعلم لا في بيت ولا في مدرسة مدام امام من العبور ناريمان مدام ناريمان اهلا بخضراتك اهلا بيك كفا فضل اهلا بخضراتك انا بس برضو عشان طلبة المدامين انا ابني الحمد لله بيحبق المدرسة علي جدا بس المدرسين هم اللي بيطلبوا منه وما يحبق ما يجيش المدرس بيقولوا ما تجيش اه اه بيقولوا ما تجيش اهوا في سنوية عامة اولى سنوية النظام الجديد اه اولى سنوية النظام الجديد طب النظام الجديد وازاي بيقولوا ما تجيش طب والله بقولوا من كده والله انا مصدقاكي طب هل حريك ممكن تسيبيننا اسم المدرسة ممكن تسيبيننا اسم المدرسة اه مدرس عمر مصعد مدرس عمر مصعد الشهيد عمر مصعد مدرس الشهيد وابو بكر سبيك رفعوا الغياب ومدارسة ببكر سبيك رفعوا الغياب وعلي ابن ابي طالب كلها مدارس رسمية يعني اي رفع الغياب هم بقولهم احنا رفعنا الغياب طب في تالت سنوي ماشي اولى سنوي لأ اولى سنوي اولى سنوي طيب يا مدام دارمين احنا نسجل بيانات حضرتك ونخليها معينا وننشر وزارة التربية والتعليم بمراجعة مسألة حضور الطلاب في الصف الاول السنوي الولاد مش بيروحوا والعهد على الراوي ده مش كلامي احنا اتكلمنا بما فيه الكفاية والكلام افتوح امام حضرتكم حالكم عارفين ان احنا بنكترك لكل شخص ان هو يعبر عن رأيه بطريقته بس من الواضح انه فيه اجماع ان المسألة اصبحت محتاجة حلول حلول مشتركة ما بين البيت والمدرسة والامن كمان في الشارع يعني هنحمله برضو ايه جزء شوية ان هو يساعد الناس وانه يبقى عليه مسؤولات انا عارف ان عليه مسؤولات كتير بس معلش يعني المبادرة دي كويسة جدا وليقدر يعملها يا ريت انها تتعمل نرجع لحضراتكم طبعا كلكم عارفين موضوع مهم جدا فيما يتعلق بالخط رقم 125 لشكاوي مياه الصرف ومياه الشرب والصرف الصحي فيه تطوير الخدمات وفيه أبليكيشن تقدروا حضراتكم تنزلوه تبلغوا فيه عن انقطاع المياه التطبيق الجديد ده تقدروا ان انتوا تنزلوه بياخد كل شكاوي المواطنين فيه رقم طبعا 125 شغال ده مش هيتلغي زي ما هو لكن بنقول لحضراتكم ان الشركة القبضة المياه الشرب والصرف الصحي نزلت تطبيق جديد أبليكيشن موبايل تقدروا انكم تستقبلوا عليه كل او تقدروا ان انتوا تسجلوا الشكاوي بتاعتكم اللي بتحصل تقدروا ان انتوا تبلغوا عن انقطاع المياه عن طريق الأبليكيشن وبتبعته الاحداثيات بتاعت المكان اللي مش عايز هذه الطريقة ولكن ده للتسهيل شانا ساعة بتقولك خط 120 مجهول ساعة الناس ما بتردش عليه عندك كسر في مصورة مياه كسر اللي قادر رضا في مصورة صرف صحي وهكذا ممكن حضراتكم ترجعوا لهذا التطبيق الفترة الجاية ان شاء الله من التطبيق ده كمان هتقدر تسدد فطورة المياه عن طريق الأبليكيشن بتاع الموبايل يعني في حالة ان المحصل اللي بيجي حصل المياه مجاش ودي ازمة الناس كتير بتعاني منها بسبب انه بيتكوم عليهم فلوس كتير من الفواتير او كده فحضراتكم هتقدروا ان شاء الله بإذن الله مستقبلا انكم تدفعوا الفواتير في فترة الجاية ومش بعيدة يعني تدفعوا الفواتير بتاعتكم عن طريق أبليكيشن الموبايل واللي عايز يكلم يا 25 تمام واللي عنده اي شكوى ممكن برضو تقدموه على بابة الشكاوي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء الشكاوي الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء معنا لسه اخبار كتير طيب اخد خبر كمان لصيف جدا وجميل اكيد يبسطنا كلنا استقبل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب ورياضة والد نجم منتخبنا الوطني كابتا محمد صلاح لعب نادي ريفر بول الانجليزي في مكتبه وزير الرياضة قال ان الدولة المصرية بتقف جنب صلاح وانه سعيد جدا بعودة صلاح لمستوى وتصدره لهدافي الدوري الانجليزي برصيد عشر اهداف وتم اقرار انه صلاح باعتباره نموذج مشرف لمصر في الوقت نفسه الوزير بيبحث معه مع رئيس مجلس الادارة الاستاذ عبدالعزيز اليمني رئيس مجلس ادارة مركز شباب محمد صلاح بناجري تطوير منشآت المركز وجه بتخصيص جزء من المبنى الاداري كمتحف يضم تاريخ اللاعب كابتا محمد صلاح وطبعا ما فيش خلاف على اهتمامنا كلنا بمحمد صلاح ولا في اتنين مختلفين على ده وانه نموذج مصري مشرف كتير من الناس ومن الشباب نتمنى انه يحتازوا بيه لكن فيه ناس بتقول انه لسه بدري قوي على فكرة اقامة مدحف لمحمد صلاح هو لسه في عز عطاقه هو لسه كل يوم حقق بطولات اكتر وكل يوم حقق لقب جديد وده ويتنظر برضو تحترم بس المطلوب انه لو تعمل المدحف يبقى بمستقى مشرف وتكون زيارته متاحة للطلبة طلبة المدارس مش بس في القارية او في المركز او في المحافظة لكن من مختلف المحافظات المجاور عشان تكون زيارة دي حافظ ليهم خصوصا انه هو هيضم حاجات كتيرة جدا ممكن كابتال محمد صلاح يسام ببعض المعروضات ويحطها فيه وهيبقى اول مدحف لنجم ربنا يديله الصحة والعمر في عز شبابه وعطاءه مستمر ومتجدد بإذن الله نروح جميعا مع بعض كلنا ننعي واحد من الشخصات الفنية المؤثرة في حياتنا انسان وفنان من صنوع البهجة في السينما والدراما المصرية غير كمان ان هو ليه حضور طاغي على المصرح احنا بننعي جميعا الفنان الكبير القدير الاستاذ محمود القلعاوي اللي توفى انبارح عن عمر يونيهز 79 سنة اغلبهم اضاء ما بين البلاتوهات التصوير وعلى خشبة المصرح عشان يرسم البسمة على وشوش كل الناس وتمتد البهجة اللي بيصنعها في كل اطلالة يقوم بيها امام الجمهور في العالم العربي كله وده لان الرسالة القلعاوي كانت اسعاد الناس ومن اول ظهور ليه في فيلم لعنة امرأة مع بداية السبعينات والحد اخر ادواره فيه مصرحية كناس وناس وفي 2013 وده كانت في 2013 رحلة طويلة من العطاء الاكيد كلنا بنقدر كل محطة فيها وقالوا عنه هو جوكر الكوميديا المصرية ربنا يرحمه يا رب ويسكنه في سيح جناته ولمكان افضل باذن الله زي ما اسعدنا طول السنين اللي فاتت وخالص تعزينا لأسرته ودويه ومحبيه اشتركوا في القناة ربنا يا رب يرحمه يسكنه في سيح جناته هرجع مع حضراتكم لمجلة حرياتي المجلة الاسبوعية اللي بتصدر عنه اساس الدار التحرير للطبع والنشر والحيان والعدد الاخير لمجلة حرياتي اثار الغلاف جدل كبير جدا 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 ما بين الناس بسبب اختيار صورة الغلاف زي ما حضراتكم هتشوفوا معنا هو عبارة عن صورة لفتاة بتقبل ابو الهول وده صورة الغلاف او غلاف حرياتي بالموضوع العدد صدر بعد الحادثة الخاصة به المصور الدنماركي اللي تسلل لقمة هرم خوفه في الوقع طبعا اللي بتحقق فيها وزارة الاثار لحد الوقت حانوا الغلاف اثار حفظية كتير جدا من الناس وربطوه بهذه الوقع احنا عموما معنا على التليفون الكاتب الصحفي الاستاذ عصام عمران رئيس تحرير مجلة حرياتي سبع الخير على حضراتك كيفان اخبار احراطكو على السادة المشاهدين كل صورة طيبين في البداية اهلا بي استاذ عصام كتير من الناس قادي يقولوا ايه ايه الغلاف ده زي انه مجلة حرياتي تنشر غلاف بهذا الشكل والفتاة بتقبل ابو الهول خصوصا ده بالتزامن حريك معارف الوقع اه باي اللي حصل لو تتم تداولها وتداول فيديو ليها اه اه يعني تتعلق بتسوير اه مشاهد مش كويسة اه فوق صفحة الهرم في البداية زي ما حدث قلت كده انا حب بس اكد ان الغلاف ليس له علاقة بواقعة الفيديو بتاع الهرم والحقيقة ان الغلاف ده يعني انا اجلته مرتين كان موجودة فكرة كان جات احدى ملكات جمال العالم كانت موجودة في زيارة للهرم وبالهول وقامت عملت صورة مماثلة للصورة حدك موجودة على الغلاف فالفكرة جات من هنا انا اعملت الغلاف وتأجل مرتين قبل كده الى ان يوم الخميس الماضي احنا وقاعدين يعني الغلاف مالوش دعوا بالواقعة خالص وليس له علاقة وكان قبل مختارينه او الموضوع معمول قبل الواقعة حوالي شوئين يوم الخميس الماضي احنا ونختار في مجلس التحريب بنختار الموضوع الغلاف او هناخد ايه فجئنا بتقرير من مجالة فوربس الامريكية بتقول ان مصر في 2019 هتبقى قبلة السياحة العالمية ومقصد لكل السياحة العالمية وهيكافته على مصر فطبعا احنا فطر دعم السياحة المصرية وقاعدتها لمكانتها والترويج لسياحة المصرية فقلنا نحيي الموضوع تاني واخترنا الصورة وحدك لو فتحت الموضوعات في المجلة جوه الموضوعين الموجودين هتلاقي صور كتير او لجوم ونجمات بيقبل ابلهون منهم النجم العالمي والثميس بيقبل ابلهون ومنهم رؤساء وزعماء موجودين في الاهرامات فالهدف من الموضوع اصلا كان دعم السياحة والترويج للسياحة ليس له علاقة بالفيديو طب انت حرك ايه رأي حدرتك في الناس المعترضة على انكوا متخرجوش غلاف بهذا الشكل والله انا هسألك كسيدة فاضلة ومحترمة هل الغلاف ده في حاجة جرحة لحضرتك او في حاجة لا انا شخصيا ممكن افكر اتصور الصورة دي حدرت لو سفرت انا روحت بمتابة صراحة انا عملت روحت لقصر وبيعلمونا زي تاخد صور ببوداتر المعين كأنك مسك مسلة كأنك هم هم الزمر المصورين الزمر المصورين هم اللي بيعملوا بيختاروا اللي هي اللقاطات دي او الزوايا دي حدرتك لو رحت ايطاليا انا رحت عندي بورج فيزا المايل حدرتك تصوري جاب فيه ناس بيتصورك انه هو عساس بيعدلو او واحد بيحتضلو ايه بتبقى صور مجرد صور للذكرى وصور فاني كده بتيجي وموجودة من زمانية الفكرة زي موجودة جاب من زمان الست اللي هي ملك الجمال العالم كانت موجودة فالفكرة جابت من كده لما جيل تقريب بتاع المجلة الامريكية وانه ليه مدعم السياحة المصرية واخد اللي حصل بقى موضوع الفيديو اللي حصل اعتقد كان يوم الجمعة او السبت كان بعد ما احنا عملنا يعني ده كان سوق حظ للمجلة والله انا ما شايفه كده انا شايف ان احنا بنضخم الامور ونعملها انا على فكرة انا بقى ليه اربع سين ونصر او خمس سين ناسك المجلة وكنت واخد عاحد وما زلت على نفسي اني مش هنزل اي صور خليها في المجلة طيب انا رئيس تحريقها اعتقد ان الصور دي موجودة في الفيس وموجودة في كل حتة ودي صور عادية مفيش فيها اي جرحل اي فتاة ولا اي سيدة ولا اي حاجة كل واحد بقى ليه هدف مختلف صوات من الهدف كان لحضرتك يا استاذ عصام حق الرد وحق التوضيح انا اقول لكم ما فيش انا رأي مشكلة كل واحد بقول رأي واحنا المفروض احنا صحفين واعلمين بناتطالب بحرية رأي وحرية الفكر وحرية الابداع بس الحرية مسؤولة مش حرية لو انا شايف ان ده مخل او فيها حاجة مهينة توقل اي حد هيقرى المجلة او اي حد هيشوفها ما كنتش عاملها اصلا لكن الهدف كله كان دعم وترويج للسياحة المصرية وزي ما قلتلك الصور دي موجودة حضرتك لو تخلت على جوجل وعلى اي حاجة هتلاقي صور كتير اوي لجوم وملوك موجودين وزي ما انت قلت كده بتروح في الهدف بتتصوري مع المثالة الفلانية اي او المعبة في النزاوية كذا فدي كلها تقوس وحاجات للذكرى موجودة في كل دول العالم بالمناسب تمام انا بشكر حضرتك جدا جدا استاذ الكتب استحفي عسام عمران رئيس تحرير مجلة حرياتي وكان لوح الرد هو اوضح وجهة نظر رح نشوفنا فعلا عافكة صور كتير مالكات جمال ملانيا ترامب في الهارم ناس كتير ناس كتير عافكة بتاخد وده الصورة ده وتتطور كده بترية لصيفة يعني قدرت قدرت توصل لابو الهول وتبوس وكده وده طبعا بباش حقيقي هي بتكونش وصلت اصلا يعني بسهما بيعرفوا ياخدوا الكدر بصراحة بيعرفوا يزبطوه اوما بعد الفاصل هنستقبل الاسئلة والاستفسارات حضراتكم زي ما قلنا مع ضفنا اللي هينوارنا فيه الستوديو قالوا سيد الدكتور هيني الناظر الاستشاري لالامراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الاسبق ويعني ان شاء الله يرد على سئة حضراتكم فيما يتعلق بكتير جدا من الصور اللي وصلت لنا بخصوص امراض منتشرة في هذه الفترة واسيب حضراتكم مع درجات الحرارة وفاصل صغير جدا ونرجع بعدها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بجد الترحيب بحضراتكم وزي ما احنا تعودنا في هذا الصباح ان احنا نقدم لحضراتكم النصايح الصحية من اهل العلم من اهل العلم واهل المعرفة من المتخصصين احنا عندنا موسم او الفترة دي هو من المواسم الشهيرة اللي مرتبطة بالامراض الفيروسية او بتسود فيها مجموعة من الامراض ازاي نقدر نواجه الامراض دي ازاي نقدر نحددهم مولدنا مصابين بايه بالزبط ايه الارشادات اللي احنا محتاجينها في هذه الفترة او يعني الفترة اللي فيها حضانة بقى للامراض كتير مع انشار بعض الامراض الجلدية المعدية وطبعا اي حد من حضراتكم ليه استفسار بنرحب به مع ضيفنا اللي بنورنا ولدايما بنكون سعداء بوجوده معينا الاستاذ الدكتور هاني الناظر استشاري الامراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الاطبق اهلا بحركة دكتور اهلا بحركة منورنا في هذا الصباح دايما ده نور حضراتي بنسعد بوجودك معينا شعرف ليه فترة هبدأ بقى محارتك باكتر حاجة موجودة على جروبات الامهات والمدارس اليومين دول وهو انتشار مرض بيعمل طفح جلدي في البق وفي الايد وفي الرجل عند الاطفال وبيقوله انه هو معضي وفي مرض تاني اه انا مش عارفة اذا بقولي الاسم صح ولا غلط اسمه الكوكساكي ده صح؟ انا كان نطاقته نطاقته صح مية في المية نطاقته صح مية في المية الناس بقى بتقولك مش عارفة تفرق بينه ما بين ايه هو الكوكساكي ما بين ايه هو اللي بيقولوا عليه هاند فوت ماوث ايه هو الفرق بينه ما بين الجدري اعراض كتير متشابهة وده اللي عمل الامهات حالة زار خصوصا انه هو بيفجقوا بعد رجوع الولاد من المدرسة من الحضانة راجعين بهذه الاعراض حبوب في البق او في الايد او في الجسم واحنا بتكون يعني هنعرض لحركة صور وحركة تقول لنا ايه الامراض دي يعني اوكي ايه هو الكوكساكي هنعرض لصور وحركة تقول لنا بس الثلاث امراض اللي هتقولتيهم هي امراض فيروسية امراض فيروسية كلها امراض فيروسية اه وطبعا احنا الايام ديان ده الموسم يعني مع بداية الخريف واعتدال درجة الحرارة بتنشط الفيروسات كمان طبعا مع الازدحام اللي بيحصل الولاد في المدارس بتروحوا طبعا بنقعد في الفصل ساعت في البرد كده الناس متاخدش بالها فتلاقيهم قفلة الشبابي بتاع الفصل كلها البيت ده مرض اللي هو بيصيب الادين والقدمين وحوالين الفم والناس بتتلخبط دايما بينه وبين الجديري نفس الموضوع ده الذكرة امراض بسيطة جدا يعني الامراض ما تخافش خالص وليس لها اي مضاعفات والمرض بياخد له اربع خمس ايام ويختفي وبدون اي ادوية طبعا ما نديش مضادات حيوية خلي بالحبات يعني لما نشوف المرض دي ما نديش مضادات حيوية لا الرقم واحد نروح لدكتور رقم واحد لدكتور وبعدين عايزة اتكلم في حتة ابو وضوح عندي مشكلة على الجلد اروح لدكتور عموة الجلدين امش دكتور الاطفال حتى لو كان الطفل عنده 3 تسابيع مش دكتور الاطفال حتى لو كان عنده اسبوع تمام كويس عنده مشكلة في ودنه اروح لدكتور ايام فقسم حجر في عينه اروح لدكتور العيون اه ده تخصصات كويس ففي مشكلة في الجلد كده أطلع على دكتور أبراد جلدية وما أتركش نفسي بقى للسوشيال ميديا ولا مدام مش عايف ميت الناس يدخل تعمل سوشيال على جوجل ودور على جوجل ما ينفعش لأن أنا ممكن أشوف حاجة يتهيقل إن هي عند طفل أنا بقى وناشت للأمات أولا ما يصفوش لبعض ألاك ما ينسخوش وراء الكلام بيقول عندها مشكلة في ابنها تطلع على إذا كان حاجة في الجلد أي حاجة في الجلد حباية حمرة فقاعة بيهرش طفح جلدي بدام جات في الجلد طيب اللي هو هندن فوتن ماوس ده ده راحة راحة ومعلقة مضاد الهستامين وغسول كلمينة وفقت بس بس ليه لحسن فيناس بتدي ساعات مضادات حيوية وده غلط ده فيرس يعني فيرس ما ينفعش قدي مضادات حيوية الفيروس واخد بقى مضادات الحيوية وانا النفسي وكلام منهم مش صحش ليه لأن ده مش هامل أي حاجة خلص طب دول إيه الفرق بينهم وبين بعض يعني هنا هتلاقي الطفح بيجي في الإيد وحاولين فم زي ما حنا شايفين كده والإنسان والقدم الجديري هتبصت ليه حتواخد من فرق وترسل على سبع الرجل الجديري الجسم كله لازم يأثر في الجسم كله بالكامل بالكامل يعني ده جديري لأ ما احنا هنا ده مش جديري لأ طبعا بصي هنا بقى هو فيه هنا لخبطة ده ولا ده ولا ده أمال ده إيه؟ ده طفح جلدي عادي ده ممكن يكون حسيه وفيه حاجة اسمها روزيولا أه ده نوم عنواع الفيروسات بتاخد الشكل ده والحزبة الألمانية بتاخد الشكل ده هنا بقى لازم أفحص للطفح ما اكتفيش بالصورة يعني الحزبة الألمانية تاخد الشكل ده الروزيولا تاخد شكل ده طب الأمهات عندها هوس ورعب من الكوكساكي ده طول الوقت يقولك يعني ده كوكساكي؟ لأ آه طول الوقت على فكرة ده سؤال الأمهات كلهم بيسألوه أول ما بيشوفوا الأعراض دي على وجهات يقلوش على السوشيال ميديا يريحوا قلبهم ويطلعوا على الدكتور الطفل يتكشف عليه هيعرفوا إيه هو طب حال الكوكساكي ده مرض خطير؟ لأ مفيش أي حاجة من الأمراض اللي انتكلمنا عليها دي أمراض خطيرة خالص خالص على وجه الإطلاق يعني الناس تطمن وتبعد عن السوشيال ميديا تماما تماما يعني حالك شايف ان الأزمة السوشيال ميديا هي الأزمة في السوشيال ميديا يعني كنت كاتب من كام يوم يعني عشان نبعد عن الاكتئاب والتوتر لا ما تفتحيش السوشيال ميديا بيبتنامي بالليل وما دورش على مرض على السوشيال ميديا نهائي إطلاقا عايز أعرف معلومات عامة كده أخش على جوجل على الحاجات الوكيبيدي أعرف أو طبعا ده المعلومات إنما أمش ورا كلام الدكتور أروح عند الدكتور أكشف وأتطمن لأن الدكتور المتخصص طب إحنا في الوقت ده من السنة الفيروسات أو النعم اللي حرك بتقول عليها دي فيروسات ده بسيطة أو ضعيفة جدا كلها راحة وحركة راحة في البيت وإذا كان فيه هرش أي مضاد يستمين وغسول كلامينة فقط ولا كلمات مضادات حيوية ولا كلمات ده خلص طب هل فيه أي يا دكتور أي حاجات وقاية من الأمراض دي أو من العدوى من الأمراض دي لا طبعا طبعا طالما الطفل بيخرج وبيزعرض للإصابة حاجات دي كلها بتيجي عن طريق الجهاز التنفسي ها هيتأدي طب الأم اللي ممكن تكون حامل وعندها طفل في البيت أصيب بأي من الفيروسات لا مفيش مشكلة مفيش مشكلة لا مفيش مشكلة ده أمان برده لا مفيش مشكلة طيب دي كانت من ضمن الحاجات المهمة اللي بنشكر حداك أنك طب منت سأعيز يطمن الأمهات دي كلها أمراض بسيطة جدا مفيش فيها أي حاجة تخوف ولا مضعفات بس طبعا لما يكون طفل عنده حاجة زى كده مفيش بقى يعني يستحمى وعرضوا للهوى وكلام من ده مش عشان المرب نفسه إنما عشان ممكن نتيجة إن مقاومة الجسم تبقى يعني كل شوية باسمع عن أمراض غريبة يعني أو يمكن أمراض اسمها يعني الهنانفود ده إحنا من الفيروسات اللي ما عتقدش إن إحنا كنا سمعنا عنها قبل كده أولا كانت موجودة لا موجودة وإحنا ما نعرفهاش موجود طول عمر زى الجديري يعني دي من الأمراض اللي منتشرة من زمين اه وصح عشان أنت برضه في أول الكلام قلت الجديري هو الجديري من الجنة الجديري الجديري وقته دلوقتي لا مفيش جديري على الكرة الأرضية الجديري وقته دلوقتي اه ده الموسم بتاع ده الموسم بتاع يعني بدأ من شهرين طيب التطعمات بقى يا دكتور هل في تطعمات ممكن في تطعمات اه بس الناس بتكسل يعني في تطعمات ممكن تخلي الأطفال ما يصابوش بهذه الفيروسات موجودة في هيئة ماثل الغاح حتى ضد الفيروسات دي اه اللي هي فوتا ماث و ليها تطعمات ليها تطعمات ممكن ياخدوها دلوقتي بذبت وبالحرك بتؤكد انها ممكن تكون لها فعالية دي أكيد أكيد طب يا جماعي بخلاص المسألة سهلة جدا مفيش داعين الناس تكون مضطربة ولا انها متوديش ولادها يتعالجوا ولا اي حاجة خالص ما يقلقوش انا الصور دي جات لي عايز اقول حرك يعني ببشاء على الجروبات بتاعت لهم هيتخلوا بالكو هتلاقي نفس الصورة هي هي في كل الجروبات اه بقى ساعات بتتغير يعني شوية ما تقلقوش ما تقلقوش طيب احنا معانا هناخد مدام مونة ونكمل اساليتنا لخضرات مدام مونة صباح الخير صباح الخير يا فندم اهل مدام انا كنت عايزة اسأل على الالباط فيه لون غامق ياريت يكون اسم كريم او حاجة وفيه سؤال تاني الاشرة بتاعت الشعر هل ينفع معاها بينتو فيت ولا ما ينفع فيه شكرا شكرا يا فندم اوكي اه هي بتقول انها تحت قبط اللون داكن اه طبعا يعني كتير على فكرة الناس بتشتيك من الظاهرة دي ليها سببين لو الوزن زيت شوية السبب التاني يعني حاجات طبعا موزيات العرق اه بتعمل ساعة كتا بتحاول المطاعة تحت للغمائن اه طبعا هي لو دخلت على صفحتي انا كاتب من 48 ساعة بالزبط البوستر مجمع فيه كريمات تفتيح الكريم اللي انا كاتبه تاخده وتديم بيه صبح و بالليل شو عنين هيروح لهم طب فيه ناس ساعات يا دكتور بتخاف من كريمات التفتيح اه او كنا نسمع عن كريمات التفتيح بتسبب الاصابة بمرض الجلد اه سرطان الجلد لا دا تخريف طبعا كلام دا مش كلام مش علمي خالص يعني يعني كانوا بيقولوا ان بعض الكريمات اه بقى قزامي شهيرة كنا بنسمع عنها و كده كان يقولك انه بلاش تستعملوا الكريمات دي لانها بتؤدي للاصابة بسرطان الجلد مين بقى ليهوا الكلام دا هون اه انا ما معافش السوشال ميديا اه السوشال ميديا اه او معلومات دا رجمى بني مين زي ما بيتقال ان موزات العرب بتعمل سرطان تفادي عن السيدات اه يقاضي تهريك او بتعمل التهابات في الغدد اللبنية عطقت دا كلام فاضي يعني دا تهريك اه كلام تهريك يعني كلام ليس له ايصاس بسرطان هي زالت حريك سؤال تاني اه قالت ان هي عن دا اش في الشهر دا الموسم بعليمي دول دا موسم اش الشعر دا موسم اش الشعر دا موسم اش الشعر ولسه انا كنت بجهز دلوقتي يعني رجدت بتركيبة كده هنشر على صفحتي تركيبة الناس تعملها في السيدالية ان شاء الله هنزلها الناردة بعد دول اه لعلاج القشرة طيب انا لو معايش فلوس اجيب تركيبة اه او معايش فلوس اجيب اي دواء خالص اعمل ايه في البيت عشان اعالج القشرة بزبط سهلة جدا اه نجيب مية دافية معلقة تخل كبيرة مم قلب كويس قوي ناخد السائل دا نعمل تدليك لفروط الراس نسيبه عشرة داقة او ربع ساعة ونشتفه مرتين في الاسبوع نسيبه كويس شباباش فيه ريحة العلقة طبعا ريحة الخال القصدي مش يبه فيه عشرة وخلاص وخلاص او مش هعايز استخدم الخالي اي شامبو اشعر مم بس بستعمله ازاي باخد الشامبو وعمل بيه تدليك لفروط الراس واسيبه على فروط الراس عشرة داقة كي اشتفه تمام كل ما رقص بيها شعر مش هبه فيه عشرة امون دي نصيحة يعني من حضرك ان شاء الله سهله امون كلاش او انا معي بس كمان حد بعت لحريك سور هل ممكن نعرضها او تفضل معنا السور يا جماه طب ممكن نحطها مادام ايا عبدو مصطفى بتقول لحريك السورة الاولى عملنا جلسية في مستشفى الجلدية او او رش انا مش فاهمة يعني ايه بس زي ما انتو شايفين نتيجة الصورة التانية في بقع بيضة او ظهرت في الرقبة ولما كنا بنكشف قالوا ان دا حزاز او لا دي الايد اه وفي الايد بس مفيش تحسن والبقع بتزيد لو سمعتوا تردوا على السيلة هنا البقع البيضة اللي تحت دي اه بتقالوا لها دا حاجة اسمها حزاز طولي طيب البقع البيضة دي هتروح السيدة ليا وهتقول له انا عايز المرهم اللي فيه مادة التاكروليمس المرهم اللي فيه مادة التاكروليمس مادة التاكروليمس اه تمام ندهن الصبح وبالليلي من شاء الله قبل شهرين هكون راحت بسنا الله طيب اه ميا بتقول لحضرتك يا دكتور بنتي عندها سنة ونص بس وشعرها بيقع جدا وبقى خفيف قوي وناشف قوي ومظهره مش حلو خالص اعمل ايه؟ مع العلم انها تخزيتها كويسة قوي وممكن ده يكون اه 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 السبب اه انا نفسي شعرها يتحسن اه اه يبقى مظهره حتى حلو كرلي مش مشكلة يعني مش بت يعني مش فرق معها الشكل بس يبقى اه صحي مش يقع يا ده الطفل عندها سنة ونص بس لا هل هو شعرها خفيف من اول ولا بده يقع بتفرق الشعر خفيف من اول معظم الاطفال فاول تلتة تلتة عسين بيبقى سنهم شعرهم عادي كده بيقول لهم سعاد بيقول يا دكتور احلق احلقوا الشعر زيرو عشان الشعر يتلع كويس بتخريف طبعا دي طبعا خارج ده حتى يبقى خرافة اولا كان يقول لك احلقوا الشعر زيرو وحطوا حنة على فروة الراس للاطفال فشعرهم هيتلع كويس وتقيل بعدها وده السحلية مغلي ودم غراب ده كلام فاضي ده كلام فاضي اه مش حاجة اسمها كده المقولة الشهيرة عند المصريين بتاع احلق الشعر عزيرو عشان يتقل ده حاجة دحك اه ومش هيتقلوا ممكن تبقى مشكلة وميطلعش تاني بسهولة فانا بنصح الامات بلاش حكاية حلقات الشعر عزيرو دي خالص 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 يعني ومتحاولش الامات في سن سنة او سنتين تجري على ادوية او تركبات عشان تقل الشعر ده شيء طبيعي في مرحلة نموم بتفرب في مرحلة نموم جسمه بيجبر اعضاءه بتجبر فالتخزيها كلها بتروح حاجات دي فممكن تبقى ليلة في الفرد تصرت شوية ما نديش اي حاجة خالص 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 واول بقى بتاية اربعة سنة بقى كويسة فلا انصح بقى ادوية في السنة ده خالص نهي طيب احنا معنا مدامة هانينا على التليفون اي يا فندم صباح الخير صباح الفل يا اسماء اهلا بحضرتك يا فندم اهلا بحضرتك اعمل اي يا حبيبتي انا الحمد لله تمامك اي سفين ربنا يخلي حضرتك بشكورت جدا يا فندم صباح الخير يا دكتور ممكن اكلم الدكتور اه الدكتور مع حضرك طبعا صباح الخير يا دكتور صباح النور يا هاني اهلا بحضرتك اه بص اقول له حضرتك انا حفظتي من يومين من اسبوع جالها سخونية ودناها الحميات فدلو ادوها مضاد ضحية وقبر وبعد كده ابتدت السخونية تروح وتيجي وفجأة لقينا بقها بمن جوه منبرق زي ما حضرتك كده بتقول ودناها للدكتور حجازها بقاله يومين دلوقتي في المستشفى وقال ان هي عندها فيروس اسمه هيربيت مش عاكمها اسمه ايه كده وبيدوها حقا والبنت طبعا عمالة ترجع جامد ومش قادرة تاكل على بقها وانا خايفة عليها جدا جدا ان يا دكتور وهي محبوزة في المستشفى دلوقتي سلامتها سلامتها تقول حضرتك بتقول عليه الفيروس وانا مش عاد لأ طبعا انا كده ما قدرش اعرف اشخص كده من غير مشوف بس انا عايز اطمن حضرتك حالة طالما هو في مستشفى وفي ايدي امينة ما تقليش بس هي الحاجات دي بتاخد كم يوم فما تخفيش اه فتطمن يعني عنها ما تقليش عليهم دم حنين شاء الله تكون بخير شكرا يا اسمه تحت امر حضرتك شكرا طالما في مستشفى وفي رعاية بس هي بتقول قالولها انها حاجة غير الفيروسات دي اسمها هيربس هي قلت كده اه يعني الهيربس طبعا بيجي في البقق وبيبقى مؤلم جدا وبيخفف خلال اسبوع ومفيش فخوف منهم ان شاء الله بس بياخد علاج المناسب هي بيدوها تقريبا حق ان تخفض درجات الحرارة ووضح ان ممكن ووضح ان في درجات الحرارة ممكن وفيه ادوية يعني الهيربس ليه ادوية اه فممكن انا باخد على الكلام بتقال اه انما انا مش شايف قدامي طب عموما لو ت تحبي يا مادام حانين تبعتلنا مثلا لو صور ليه لا بلاش عشو ما تلقبطش هي ده وقت في مستشفى وفيه ده كثرة بتبقوها حرك مع انها تمشي معنا عشقه ما ينفع ما بلاش اي دكتور يتداخل مع زميل ليه او مع مستشفى او كده لان ده ممكن لقبط اندني تمام مادام نورة من مصر الجديدة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فان لم صورت كنت عايز اسأل دكتور هاني على حاجة فضالي فضالي فاني طيب انا جوزي عنده فراسه كده مرة يروحي الدكتور قال انه عنده اجزيمة فاه تمام وكل مرة بتكبر بتكبر لحد ما شعره بتده يقع ومفيش اي نتيجة معي فنامل اي بقى هو عنده اجزيمة حاليا اه موجودة طيب سنه اديفا عنده 47 سنة في حاليا احمرار اشور افرازات اه طبعا طيب حضرتك هتروحي السيدلية تمام هتقوليله الديني المحلول اه اللي فيه مادة البيتاميثازون تمام لأ بس ممكن معلش الدكتور يايدة تانية شعر اكتبتها طب معكي وراء وقلم طب ممكن بعد ما اقتل اكتبها على خط تقولها تانية معلش بيتا ميثازون بيتا محلول في المادة دي تمام ميش يا دكتور كتر خير العاففا شكرا يا مزام نور ساز عزة من اه من انا صباح خير يا فاني صباح نور يا ساز عزة حرك فيه بقى حشو ده بالرأس كده بس تطلع بأيشو بقى حشو ده بتطلع بأيشو 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 يعني دايما موجودة في الرأس حضرتك فعلي حتة في الجسم في الرأس في الرأس حضرتك في الرأس طب معلش هسأل حاج سؤال سخيف تحت امر حضرتك حضرتك فوق سن الستين لا يعني بداية الخمسين زيادتا في اول الخمسينات البقى دي بدأت تظهر جديد ولا من زمان لا دي لها فترة لها فترة من عشر سنين كده لديت نعظم دكاترة الطاهرة كلها عليها طيب في منطقة الجبهة ولا في فروة الراس؟ لا في الجنب اليمين من بقى وفي اول الجبهة في بقى كده في اول فين؟ في الجنب اليمين في بقى وفي اول الجبهة في بقى طيب طيب حررتك بتطورش فيها ولا ما عرفهش هارش؟ اه بالضبط طيب خدتلي علاج قبل كده سيادتك؟ لما خدت علاج مراحتش؟ لا لا مراحتش خالص موجودة بقى على الشر زي ما هي بص حضرتك دي احسن حاجة ان هي تتشاب بالليزر وبلاش نتعرض للشمس كتير دكرة متشكل خالص العافية العافية سيد عزيزي شروق من بانها؟ ايوه؟ اي فان؟ ايوه دكتور فضالي فان؟ فضالي اه لو سمحت يا دكتور انا حواري عشرين سنة ايوه؟ فالمفروض انا مثلا من ثلاث سنين ايام ما كنت في فانويا عاما كان مفروض عندي حسية من نفسية تمام فالمهم يعني انا كشفته كده فوق اللي هي ارتكارية مش مزمنة وهنمشي على دواء اسمه الجيوبير ايوه؟ لمدة ثلاث شهور تمام فالمهم اللي هو ما عملش حاجة يعني انا اصلا عايش على دكتور سفين اللي هو السيرب ده تمام وطبعا ده كورتزون تمام فزود عليه كمان تلفظت معيه برضو مفيش نتيجة طيب اه هراجع معاك كده شوية حاجات هل الارتكارية دي بتلاحظي ان هي بتزع على هاي البقع حمرة تورم تختج من حاجة هي المسكين عندي هو نفسه الدكتور قال لي انا مفيش اي حاجة في جسمي انتي بعندكش حاجة في جسمك خالص مالبش تيكي من ايه؟ يعني انا بحيث من جوايا اللي انا في حكة جوايا اما من جسمي مبرا مفيش ولا حتى بقع ولا اي حاجة ولا عايزة تهراشي؟ لا بكون عايزة وفي اصلا عندي اثار يعني في عندي اثار في رجلي اللي هو لا الاثار دي مطرح مهراش تعورتي نفسك ايوة ده بالضبط اما احمرار او كده انا مفيش لا مفيش اي حمرار ولا التهاب ولا بيطل حاجة في جلد خالص لا لا ممكن بقى لو الجوا حر شوية وانا راجع من برا لقي جسم محمرة بس بيروح على طول هيك عندي كم سنة؟ عشرين عندي عشرين هيك انيسة؟ اه قاعدة في البيت مع بابا وماما ايه هل انتي معلش في السؤال يعني؟ بتتعرضي باستمرار لشد عصبي او توطر كتير حد بدايك؟ لا انا مصص صيدالة يعني بس الضغط النفسي بالنسبة للمذاكرة انا عصبية جدا انا عندي قولون اصلا اه انتي عصبية؟ او اه ما هو ده اللي عاملك كده؟ بصي ده يعني من العصبية والشد على طول طالما الحمد لله مفيش طفح جلدي فانا كده مش خايف ده مش ارتكاريا فين؟ ارتكاريا يعني بقى حمرة تدرم في الجلد تورم في الشفة ده اسمه ارتكاريا انه لو ما فيش التهابات وبحس اللي انتي بتقول علي لي بيسموه فوران يعني اع هرقان؟ ده طبعا ستريس وشد عصبي وطبعا انت في كلية صعبة مستهلة هتلاقي ناسك دي بتزيد ايه من امتحالات مية في المية؟ صح؟ ايه فطبعا دي مرتبطة بالحالة النفسية هو طبعا افضل حالة انك تاخدي بعد العشاء كل يوم قرص مضاد للإستامين طويل مفعول وعشان خاطري حاولي تخفي شوية وتبقى يعطي من التواطر يعني اخد اي طيب بعد الا يعني احسن الدكتور قال لي خدي حقن اسمه زرير تقريبا تحت الجلد لا 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 بصي انا مش عارف اقول اسم الدواء اه اقوله ممكن هقول دواء مصري اه يعني امنع خالص دكسافين؟ هقول لي خالص ترياكتين قرص ترياكتين بعد العشاء اوكي؟ خالص تعمل ممكن سؤال تاني يا دكتور؟ سؤال تاني تفضل اه هو انا شعري خفيت خالص وعمالي يخفه ويقع طبعا ما هو لازم يقع شعرك متوتر لازم يعني ده لقب الله؟ طبعا بص يقولك دي علاجها ايه؟ انت عارفها صفحاتي على فيسبوك؟ ايه فيه انا كاتب البوست المجمع اللي فيه مشاكل الشعر وعلاجها خدي الفيتامينات والتركيبة اللي انا كتابها خالص نيشة دكتور شكرا طبعا يا دكتور شكرا يا فان شكرا مقارب شكرا لحضرت بيعمل مشاكل كتير اه اه يعني اه هتقولي ولا كامل لها مش هتقولك ده افري برضو مش بتاني كويس اه طب مدام ناهد من القاهرة؟ مدام ناهد؟ طب استاذ فادي؟ اه ايوة صباح النور يا فاند صباح النور يا فاند لو عندك لو استمحت ان عندي مشكلة بقالها هاشر اتناشر سنة فالنطرقس من فوق فطهر يدق عبيضة اه وبعد ان تكتر البقعة دي فليت اخذ لها مراهم وبتاعه المشتاد واخر ما تمها راحت من الخمس سنين راحت مستشفى الدين ارداش عملول لها الشعب اللي انتشر دلوقت بقعة البيضة كبيرة في الماء ووحش ووحش اللي هي بقوله عليها بوحاء اه بوحاء 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 لا بوحاء بوحاء قالوله انت عندك بوحاء احدك معي لسه على الهواء؟ ايه يا فاتنة البوحاء دلوقتي الحقيقة انا حاولت اروح لساعاتك للمستشوى اللي هي بتاعات المحوس ما هي مرضوش اللي يخلوني اه طيب الحاجة دي اللي هي في الدقي اه انا في لا يعني انا ببقى موجود دايما الحد واثنين والثلاث حاك لو جيت عن طريق الباب وقلت انا عايزة اقبل الدكتور هاني المنازة هتخش ان شاء الله طيب حاك شكرا المزمن هل اخد له دوا برضو مزمن مستمر؟ طول وقت؟ لا لا اولا ما فيش حب الشباب مزمن طيب خالص يعني لازم نفهمها حب الشباب دي ظاهرة بتصيب الانسان مع بداية سن الشباب ايه وتفضل معاه لو هو بيتعرض لتواطق وحب الشباب عرض وليست مرض طيب هي بتقول لحضرتك اخد دوا مستمر؟ لا طبعا بتاخد علاج اول ما تختفي نبطة الادوية ونبدأ ناخد حاجات موضعية تحافظها باشي كويس طيب استاذ احمد مانو برضو نفس السؤال عليك حب الشباب لاختي عندها 16 سنة طبعا حب الشباب هنا على حسب هل هي حبوب فيها صديد ولا حبوب حمرة زيارة مش كاتب بصرا مش كاتب بص يا حديك انا كاتب العلاج بتاعي على صفحيتي على فيسبوك في البوست المجمع يخش على صفحيتي من يومين هيلأ علاج حب الشباب ياخده ده ما انا كاتب طيب استاذ هانودي احمد بذور لحديك صباح الخير بعد اذنك عندي بنتين واحدة عندها 13 سنة والتانية سنتين الاتنين شعروهم خفيف جدا وهيش جدا ممكن حل؟ نفس السؤال هو هو بطا ملناش ضعبة لسنتين جي خالص ما اتقربش منها طبعا ده شيء طبعا. إنما الكبيرة طبعا. اللي عندها 12 سنة. اه دي تاخد علاج. فيه فيتامين بتاخدها وفيه تركيبات برضو هستأزنها هتخش على صفاتي على فيسبوك. هتلاقي الفيتامين. تاخد كابسولة بعد فتر كل يوم. وهتلاقي التركيبة اللي أنا عملها تستعملها مرتين في الأسبوع. طيب. أحمد عرام. إزاي بقى أنا خلاص خلاصت مرحلة حب الشباب بس عنده أثار كتير بقية من حب الشباب. طبعا. يعني واضح إنه عملاله مشكلة. اه لا طبعا. البنات والد. دي عل الليزر. الليزر. الليزر بفعال جدا في علاج أثار حب الشباب. طيب. آآ آمل آآ بتقول الحريك لو سمحت يا دكتور بنتي فروت شعرها نشفة جدا عندها أشر كتير آآ آآ لدرجة الجفاف. يعني. آآ يعني احنا لسه من شوية قولنا علاج القشرة. آآ 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 وهي خمسة شهر سنة. هتلاقيها على اليوتيوب بعد شوية وهتلاقي دكتور هيني. أنا كاتب علاج القشرة. وكاتب علاج القشرة على صفحاته. آآ 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 آ آآ 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 آ� مهمة تأكل الشوكولاتة تمنعها ده هي عرفت إن الشوكولاتة متسبب حسيها وعلى فكرة إذا كانت الشوكولاتة متسبب حسيها في أكلات كمان تأخب بلا منها زي مثلا فواكي الموز المانجة الفراولة ممكن تعمل حسيها البيض ممكن من الحاجات والسمك بس الطفل عندها ست سنين دي ببقى خايف شوية مش متأكد إذا كلت بيته عمتلاها حسيها يبقى برضو البيض كمان كلته معازم لاش حسيها تأكله إنما هي هنا هي طريبنا في الساعة هي بقى أحمد بتقول لحضرتك أنا بيجيلي حسيسية في الساعة يعني مع البرد هل في حل ده مع البرد والذي لا التدفئة جيدا بس وعايزة والحاجة لكل اللي بيسمعونا دلوقتي إحنا في الشتاء ما ينفعش أخسي لإيدي أو توضى أو استحمى بمية ساعة أو طبعا اللي هي ميتة إحنا فيها ده أدف المية مية فترة فيه نومة حسية ارتكارية اسمه حسيسية البرد أو حسية بمية ساعة فيه ناس بيجيلي حسية طيب أنا ما عنديش حسية برضو ما استحماش ولا توضى ولا بقى أخسي إيدي بمية ساعة ليه حضرتكلاس بنيعرف ليه لما بيبدين يا برد الحرارة المخفضة بتعمل انقباط في العواية الدموية فكمية الدم اللي راحة الجلد وفروط الرأس بتقل فالجلد هينشف وهيشقق والشعر هيقح فلازم استحمى مية دافئ ليه المية الدافئة بتوسع الشرايين فبتساعد تضفق الدم للجلد فالجلد يبقى رطب ما يجفش ما حصلش فيه أي التهابات ولا شعر يقع تمام عشان خاطر فيه ناس عندناها في عزة برد ده تلاقيه بيتوضى ويستحمى بمية بردها ما يسعى غلط طيب هديه البقعة بتقول لحررتك ابني دايما بعد الدوش بعد الشوار يعني بيجيله أرتكارية وبيعد يهرش لحد ما يقطع جسمه دايما بعد الحماية أرجو ان هو ما يكونش يكون يستحمى بمية ساعة في الجو ده رقم واحد اه اتنين هنعمل الإجراءات القاتية لما يستحمى استحمى بصابونة جليسرين بصابونة جليسرين اه بلاش بقى نوع السابون كلها اه اتنين بلاش الليفة حتى لو كانت الليفة بتاعته طب ما هو اللي يعني الناس انت عارف الأمهات يقولك لأ أخدوا فمين كده عشان ليه بقى طيب ما اناقوله حكي ليه اه احنا اكتشفنا ان الليفة بتاعتنا دي ده نبات اه ان الليفة دي انا بعد ما باستحمى بتاعتي ما حادش بيستعملها غيري اه وبسيبها في الحمام بتفضل مبلولة ايه في نوع من أنواع المايكروبات بتنمو على الليفة تتغزى عليه ايه لأن ده نبات ايه هزيه المايكروبات لما أنا تاني مرة بيستعملها تيجي على الجلد بتقصى على الجلد بتعمل حسية بتقصى على نظرة الجلد تمام فانا بنصح الناس بلاش نستعمل الليفة طيب احنا مع حضراتكم اهو دي عشان احنا برضو لايف يا دكتور على صفحتنا على الفيسبوك ممكن سريعا ناخدهم ورا بعض ولا احنا معنا برضو تليفون احنا عندنا اسئلة كتير جدا هنا وهنا فهناخد أستاذ إبراهيم على التليفون ونرجع لي بس ده أنا بكامل اه احنا لايف على صفحة اكسترا تمام اه اه استاذ إبراهيم ايوة محضرتك اي فانا بتفضل صباح الخير عليك صباح النور يا فانا صباح النور اه والله كنت عايز اسأل الدكتور انا عندي ابن سبع سنوات اي اه هو عنده زي بقعة كبيرة كده وقده كزء من صدره بدرعه مش بقعة حاجة يعني حاجة شكل كده مش مزبوط يعني حاجة زي تجزيع كده في جسمه لونه افتح من لون جسمه الطبيعي تجزيع اه تمام هي ما بيتبانش قوي في جسمه الطبيعي اللي لما جسمه يسمر مسلا من مصر فهموطيب سباحة ولبتاق بيبان فرق اللون اه بنده وبنده تمام اه الدكتور قبل كده فقال لي ان دي حاجة اسمها وحمة طولية ايضا تمام ساعت البيهو اتولد بيهو ولا جات له بعد الولادة بشوية احنا شفناها او اكتشفناها بعد الولادة بشوية يا بوس انا عايزة طم السيادتك خالص ده مش مرض اسمع رد الدكتور استاذ ابراهيم شكرا دي فعلة نوع من الوحمات مفيش منها اي خطورة اطلاقا طيب نرجع لصفحتنا على الفيسبوك وهيكون معنا اللايف تاني بقى فيه حد بعيد بيقول لحضرتك هاخدكم من كده وسيزمير فتامين صباح الخير انا اخويا عنده تعلبة في راسه بياخد قدوايا كتير مش نفعة وبتكتر قوي يعمل ايه طب هل التعلبة واخد الجسم كله ولا التعلبة يعني حتة فقط مش كافة اسمع رفا تامين يريد تبعاتي التفاصيل لدكتور هيني انا هخش على صفحتكم وهكتب لها العلاج باسم هو اي ده رأف الحركة تدخل على الصفحة بعد ما ارجع طب يا جماعة احنا بننوي ان الدكتور هيني ان شاء الله يحاول يدخل على كل التعليقات على صفحتنا على صفحة اكسترا نيوز ويرد لحضراتكم على معظم التعليقات طب انا برضو على الصفحة حد بيقول حرتك او ساذا نودي رجب عندي كلف الشمس اه هو الحقيقة طبعا فيه ناس اللي ما بتعرض لأشياء الشمس بتكون على وشها بقعة داكينة لون داك دي بنستخدم لها كرامات التفتيح وبرضو دي موجودة على البوست المجمع على صفحاتي من يومين فلو داخل هتلاقي كريم تستعمله مرة الصبح ومرة بالليه تبقى كويس ان شاء الله طيب رضا مؤمن سبع الخير يا دكتور ممكن على جل الصدفية طيب هنروح السيدة له هنقول له عايزين المرهم اللي فيه فيتامين دال مع البيتاميتيزون الدهن دا بنتين بيه صبح و بليل الى ان تروح العرب بتاعتبرت شهر أو شامس احنا معنا مين على التليفون طيب اه أستاذة سيم سامية سامية سبع الخير سبع الخير يا فندم أهلا بك فندم أهلا بك أهلا دكتور هاني بعد إذن مع حضركي فن دع طالب و بس مع الإذنك حضرتك أنا سني فوق الـ 65 مش 65 يعني 64 دلوقتي بس مع كتير أوعن الكلمات اللي هي بتزيل الكرماشة وبترجع الإنسان في شباب تاني وحيوية و أنا الحياة حاولت تواصل واوصل لعيدة بتاعتك لقيت الحجوزات مدة طويلة يعني والله يعني نفسي الكلمة حضرتك هنتوسط لك يا حضرتك هنبري نحليك يا رب روح أقولينه أنا جاية من طرفي بطرف أسماعه مصطفى أكتراليوزة يدخلك على طويلة ربنا يا كريم بس عايز أعرف المعلوم الحاجات دي بس ممكن عايز أعرف المعلوم عايز أعرف بس الحاجات اللي بتعمل دي ما هي دوره جلده والحاجات دي هقولك هقولك يا فندم بس لا يوجد على الإطلاق كريم يمنع زور التجعيد أو يعالج التجعيد وأي إعلان عن منتج في أي دورة في العالم بما فيها أمريكا واليابان هيقول إن فيه كريم بيضيع التجعيد ده كثير ده كلام على الأونلاين كمان كثير جدا ده مقالت حاجات معينا مش مظبوط التجعيد اللي في الوجه لا تعالج بكريمات ولا تنجح ولا تنجح شوية حيوية ولا تنجح على الشكل كل دي حضرته حوما بقى بسيطة يعني إنما التجعيد بتعالج كالقاتي إذا كانت التجعيد اللي في الجابها هنا أو هنا دي بتحقن بالبوتوكس إذا كانت تحت العين أو هنا أو هنا بتتحقن بالفيلر والليزر بيفيد في حاجات كتير روحي 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 وإن شاء الله بزلاء يعني في حد بعت الحراج سؤال وبيعتذر أعتقد عادي ممكن نقول في حاجة محرجة خاصة شوي طب يعني تحبي بعد البرنامج هي عندها فيروس قالوا لها إن أني عندك فيروس هيربس أيوة بالضبط كده خارجي تمام؟ والدكتور قال لها عايزة كي بارد أو علاج لمدة شهرين ومش لقيا مكان تعمل فيه هذا الكي البارد خالص يعني يكون مكان مضمون يعني لا لا أفضل نظرا لحسية المكان لا 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 أفضل الليزر طبعا الليزر ما فيما أفضل طب مدام صارة مدام صارة أي فضل سوء عوادي اسمعي رد الدكتور نتقلعيش بس طالما موجود يعني برضو نتأكد إن زوج حضرتك ما عندوش عشان ده هل هو معضي بين الزوجين؟ جدا آه جدا فأفضل وسيلة لعلاجه هي الليزر الليزر مش الكاية بالنسبة لحسية حضرتك لا الليزر مش الكاية البارد لا الليزر عممكن حركت مكتبه؟ لو عايزت أقراها يعني بعد كده لا ما أنا فهمت خلاص حفهمت قبل ما تكملي آه طيب تمام خلاص يا مدام صارة يعني ما تقلقيش وأهم حاجة جوزك كمان يعني فياش حاجة يعني دكتور هيني بيقول لازم أنتوا الاتنين تكونوا سلامة آه أي عدد أمراجل دي أي دكتور أمراجل دي ما تخفيش من الأجهزة خاصة ده ليزر ليزر مش هيعدي ليزر بس مش كاي بارد لا ليزر ليزر طبعا طيب آه معنا مين؟ أستاذة هند صباح النور يا فان آه كنت بس أنت بس الدكتور هو أنا عندي مشكلة تاني أول مشكلة بالنسبة لصوبع إيدي في الشتاب الزي داية اللي تماني أنا شفى وبتقشر وبين صوبعي بيتشقق ده الشتاب الثاني مشكلة الغماء في تعقيدة لو في أي حاجة تقدر تتخلي إيدي ترك عبادة شوية ووشي كماني مغمي جدا من الشمس ومشكلة حضراتك كتاب لسه كنا بنقول دي أعراض الشتا آه ليه؟ لأن إحنا بننسى برضي بيجي مصطيف وبيفضل بقى مستمر ينشف في الشتا وحاجات كده لا بالإضافة بتقولك أنا جلدي بيشقق ده اللي كنت بقوله من شوية لأن إحنا بننسى بنعمل غلطتين اللي أنا قلت عليها بنزخس إيدينا ومية فترة وبنشف وفي نفس الوقت بتنشفش فمطلوب التكفيف الجايد ومية دافية بعد كده هجيبي فيزلين حضرتك وتدهني الجلد بالفيزلين مرة الصبح ومرة بليل كل يوم فيزلين الطبي العادي مع التدفئة الجايدة تبقى زالفول خارج الصبح بدري جوانتي في ناس بتأخذ في الساعة 7-8 صورة طبعا 8-7 صبح متقوش كده قدامي طب يا دكتور مفيه سيت كمان وخمسة على فكهة في سؤال جاي لحركة على صفحتنا على الفيسبوك بيقولك عندي إجزيمة بس في القدم بس تمام يعني عنده إجزيمة قدم طيب أقولي اسم الدو يا دكتور سواب ودي أدوية مصرية من شركات مصرية يعني ما بنعمل لاش أعلى مرم اسمه كيوتي فيت كيوتي فيت نادل الصبح وبالله بتصنع في مصر هنا طيب خرج غالي أوكي أستاذ هالمياء هلو سلام عليكم عليكم السلام وروح طوله بركاته لو سمحتك كلمة دكتور فضالي صباحك كلمة دكتور صباح نوري فان لو سمحتك حضرتك أنا كان عندي في رجلي بتطلع لي نقطة حمرة الأول ما كنتش بهرش فيها وبعكاة بتطلع نقطتين يعني بتواير كده وملتهبة شوية بعكاة دي تهرش فيها التواير دي ابتدت تشبك مع بعضها وخدت مساحة كبيرة من الجلد واتشخصت على إن هي إكزيمة وبعكاة تتتعمل أشور بيضة رحت لكذا دكتور وكتب لي على حد مرهم بيت نوفيت إن واختفت ورجعت تاني بكوة وبشراسة وبهرش فيها جامد وهي الآن يخدت مساحة كبيرة جدا من الرجلي وهي حمرة طب الركب فيها فان؟ فيها دايرة واحدة حمرة عليها قشر حمرة عليها قشر هيكت صغيرة وكبرت طب في حاجة صغيرة كده في الكوع أفندم؟ في حاجة صغيرة في الكوع آه كان فيه كان فيه واختفت وكانت بني وراحت فيه إيش في فروة الراس حدثي؟ أيوة فيه إيش في فروة الراس تمام خاص كده إحنا معنا العارات كلها دي حدثك مش إكزيمة دي صدفية صدفية طب يعني هي حدثك حدثك هتروحي السيدالية وهتقوليله الديني مرهم كيريلا مرهم كيريلا 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 ودداني الصبح وبرية حدثك هتروح لقد درانة ورجل بتكراري عليك لاني ساعد تروح ومالاش علاقة بالأكل بتقول لحضرتك لمدة تقدي إيه لقد ما تختفي الأعراض حدثك حد ما تختفي آه انشاء طيب وبالنسبة لللي في شعري يعني هي صدفيها في شعري وتنقلت لرجلي لا هي ما تتنقلش هي بتظهر في حيثة دي عشان كيريلا انا سألتك على حيثة دي نفس المرهم اللي انا انتلك عليه ده في منه نقاط سائل زي لسيون مثلا الفندل زي محلول كده اه محلول هندهم بيه فروة الراس عشان ما يفعش حطه مرهم في الراس تمام نفس الاسم كيريلا اه مرهم وسائل محلول انا بحس ان هي اللي في شعري ديت هي اشرة نتيجة ان هي في افرزات دهونية كتير في فروة الراس ادهاني بس بيضة دي اسميك علام الدكتور وجربي ان شاء الله اوكي ناخد امو ادم امو ادم صباح الخير امو ادم صباح النور ممكن اكلم الدكتور طبعا ممكن بسرعة جدا وليلها طب يا صباح الخير يا دكتور صباح النور لو سمحت يا دكتور انا عندي بنتي عندها ثلاث سنين واضافرها لقيت فجأة كده ضافر ريديها ورجليها يعني بيظهر فيها خطوط بيضة كده والضفر بيقع لوحده وكشفت لها عند دكتور اطفال وقال لي طلب مني تحليل ثورة دم وتحليل اناميا قال لي ما عندهاش اي حاجة خاض تمام فمش عارسة ايه ده ولما ضافرها بتقع كده ما فيش وجع ما تتوجعهاش ولا اي حاجة بعدها ضافر تاني هل بتقع كلها ولا ضافر او اتنين لا لا كلها يعني هي دلاتي حاليا ايديها خلاص ايديها وقع الضافر ايديها كلها وبدل الثاني ورجلها برده ورجلها برده ممكن سؤال سوائر كده بعد اذنك قالو انت قفلتي معايا لا معاك يا دكتور حضرتك وزوجك ولات خالق اولاد عامة لا مفيش اي قرابة خالق مفيش قرابة طب لو سمحتي بعتيلي باي طريقة الصور دي على الموقع على الصفحة او على صفحاتي تعا عندك حد على الفيسبوك او بعتيالنا حتى على صفحة البرنامج واحنا نقدر الوصل هشوفها بطبنك لك ان شاء الله حاضر ليه علاج شكرا يا مؤادم طيب محمد حسين سريعا بقول له حريك السلام عليكم الدكتور بيجيلي حكة عشان هو قالر ارجو رد بسرعة حكة مفاجأة فاجأة كده بيحس انه عنده حكة بيظهر نقط حمراء على جسمه مع هرش جامد ياخد ارس ترياكتين بعد العاشة كل يوم ارس ايه؟ ترياكتين ارس ترياكتين يا أستاذ بعد العاشة كل يوم مش عارف اقولك ايه نورتنا حنتعبك في انك تنورنا وتشرفتنا على صفحة البرنامج بقى قدر الكتير ايه يعني بقدر الامكان بصي انها حاجة هجمع الاسئلة المكررة وقت بإلاج وراحة طالب احنا اصلا هعتذر لان انا في ناس على التليفون مش عارفة عملية بس مرة جاي ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله شكرا لحركنا وارتاني أستاذ دكتور هني الناظر استشايل الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث على الأسبق فانتظر تشريفة لينا مرة تانية ان شاء الله كلهم مشاهدين في حز الصباح بشكركم على حسن المتابعة ونتمنى يا رب دعواتكم لينا لكم بنقدم كل اللي يحوذ على رضاكم ويكون بيلاقي اهتمام كمان منكم واي حد زي ما احنا متعودين عنده اي مقترحات موضوعات معينة احنا صفحتنا صفحة البرنامج بتستقبل مقترحات حضراتكم على مدار اليوم وعلى مدار الأسبوع شوفكم بكرة على خير وحلقة جديدة من هذا الصباح تحياتي لكم اسمع مصطف اشتركوا في القناة